موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جديد وملعب الاهلي فعليات الاسبوع الرابع يعني النهاردة شغالة ثلاث مباريات او قيمة ثلاث مبارات اولها كان سموحها وطلع الجيش وتعادل السلبي 00 وتاني مباراة النهاردة كانت ما بين بيرامتس و بيرامتس يا جماعة يا لولي بيرامتس والداخلية 3-1 واخر اللقاءات كان الجهنة والانتاج الحربي او الانتاج الحربي والجهن هنتكلم في كل المباراة النهاردة وظروفها والتفاصيل الفنية وبرامتس حق الفوز النهاردة في ثلاث مباراة كل المباراة انتهت بالتعادل سواء كان سموحها وطلع الجيش او الجونة والانتاج الحربي بيرامتس التفوق النهاردة على الداخلية 3-1 وبقي اللقاءات تعادل سلبي ما بين الانتاج الحربي والجونة وسموحها وطلع الجيش في الجزء الثاني النهاردة من ملعب الاهلي هيكون معنا كابتن إبراهيم عبدالصمت كابتن شريف عبدالمنعم كابتن أسامة حسني هنتكلم في الأسبوع الرابع والثلاث مباراة اللي يقيموا وذكرتهم لحضراتكم وكمان مباراة الاهلي الافريقية مع كامبالا سيتي وكيفية إدارة اللقاء وأهداف الاهلي من اللقاء والمواجهات الافريقية ومستقبل الاهلي كمان في المواجهات الافريقية في الأدوار بعد كده سواء كانوا دور الثمانية أو الأربعة أو إن شاء الرحمن النهائي لكن عنوان حالة النهاردة من ملعب الاهلي هو الاهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه الاهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه الاهلي ماشي صح الاهلي ماشي غلط الاهلي ليه دايما متفوق الاهلي دايما متصدر الاهلي بقراراته الاهلي بقياداته الاهلي بجماهيره الاهلي بلعبته ليه دايما خطوات الاهلي بتبقى سابقة أو هي المميزة أو هي لها الأسبقية دايما ليه طريقة التفكير بتبقى دايما مميزة دايما على صواب دايما بيبقى فيها نوع من الإيجابية ما ننكرش أن في بعض الأوقات وبعض المراحل أو الأزمنة بيحصل بعض الإخفاقات أو الانكسرات ده هو ده طبيعي جدا في عالم قرطة قدم بل في الحياة بشكل عام لكن بترجع بسرعة تفكر تختار تقرر يبقى حواليك يعني صحبة كويسة ناس من الناس اللي انت بتختارهم حواليك يعني سعودوك على اتخاذ القرار وقلت لكم دايما في علم الإدارة أن انت ممكن تاخد نفس الخطوات اللي أنا خدتها بس أنا ننجح وانت ما تنجحش يعني رغم أن التفكير واحد والفكرة واحدة لكن طريقة التنفيذ كانت مختلفة لأن الاختيار كان صح اختيار اللي أنا اخترته كان صح الاختيار المتمثل في العناصر اللي حواليك كان صح للأهل بيختار دايما لول أسباقية زي ما قلت لكم هنعرضها بالتاريخ ومش بالكلام هنعرضها بالأسماء وهنعرضها كمان بالأزمنة والسنين والبطولات وده مهم جدا 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 محدش يقلق ومحدش يتنشن ومحدش يعصب نفسه ولا حاجة لأن انت فيه وقت من الأوقات يبقى الجدال أو الصراع في الكلام أو الصوت ممكن يفوقك أو يعلق عليك لكن لو انت استسلمت الحالة أو استسلمت الموقف ولا حاجة فيبقى الأمر فيه حتة نفسية وبعد كده هتلاقي الموضوع ما كانش في حجمه ولا كان في وقته ولا كان يستدعي ده خالص يعني زمن الأهل من 1907 لحد وقتنا هذا هنشرحه كل عشر سنين كل عشر سنين من خلال جدول كده يبقى ظاهر على الشاشة دايما يعني الأرقام ما بتجدبش والتاريخ أمر ما هيتنسي لا التاريخ هيجدب ولا التاريخ هيتنسي ولا الأرقام هتجدب يعني إحنا ممكن نغلط مش عايزة أقول لنا فيه ناس ممكن تكون أصدى أنها تقول حاجة غير الحقيقة لكن التاريخ أمر ما هيقول غير الحقيقة الأرقام أمرها ما هتتغير يعني أمرها هتبقى مثلا رقم معين 100 مثلا هيبقى في يوم من الأيام 102 هو 100 يعني هيفضل طول عمره طول ما التاريخ موجود طول ما الدنيا قائمة التاريخ لا هيتغير ولا الأرقام هتتغير عشان كيف أقول لحضراتكم هنسرد ده بالأزمنة مقسمينها كل عشر سنين وبنتكلم في البطولة المحلية بس اللي هي بطولة الدوري لو يا سامير جاهز أعرض لنا كده وننشوف الأهلي ماشي إزاي وماشي بخطوات سبتة وماشي بخطوات كويسة ولا لأ الأهلي من 1948 أول مسابقة مش أول إنشاء الأهلي من 1848 موسم 48 49 الأهلي بيتفوق 49 50 الأهلي بيتفوق 51 كل الناس اللي متابعانا على السوشل ميديا أو الناس اللي بتحب الأهلي أو الناس اللي هي يعني مسندة ومشجعة أو اللي بتحترموا وبتقدروا بمكانة الأهلي ممكن تاخد ده عندها في سجلاتها في بيتها في تليفونها في حاجات كتير جدا عشان تقدر تحتفظ بتاريخ يعني تعب ناس كتير جدا عشان يوصل لنا ناس كتير جدا عالصفحات عندك في ذاكرتك يعني خليك دايما محتفظ بتاريخك يعني افتحوا لنا كتاب تاريخنا زي ما بيقول الأغنية افتحوا لنا كتاب تاريخنا شوف بيقول إيه 48 49 الأهلي 49 50 الأهلي 50 51 الأهلي 51 52 المباراة أو البطولة لم تقم 52 53 الأهلي 53 54 الأهلي 54 55 برضو لم يكتمل للموسم 55 56 الأهلي 56 57 الأهلي 57 58 الأهلي عد معي حضرتك بقى كده لا ارجع بس ثانية ثانية واحدة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ومن أصل عشرة والموسمين ما خدش خدهم من الأهلي لكن لم تكتمل واحدة لم تكتمل واحدة ما قمتش أساسا المسابقة لواحد وخمسين اتنون وخمسين يبقى كده تمانية عد في الصندوق آه طبعا كان ممكن ياخدهم من الأهلي اللي بعده تمانية وخمسين تسعة وخمسين الأهلي دي التسعة وفي سنة تسعة وخمسين ستين قدر حد جديد في الساحة في المسابقات إن هو ياخد البطولة من نادي الأهلي يعني طبعا قيمة وما كانت نادي الزمالك كان أول بطولة لنادي الزمالك سنة تسعة وخمسين ستين بعد احداشر سنة تسعة أهلوية واثنين بطولتين لم تكتمل ولم تقم المسابقة وإذا النادي الزمالك إنه يحصل على أول بطولة للدوري بالنسبة له كانت في تسعة وخمسين ستين ستين واحد وستين الأهلي واحد وستين اتنين وستين الأهلي بعد كده ظهر يعني أسد جديد في عالم كرة القدم أو هو في جديد في عالم كرة القدم كبطل اللي هو الترسانة اتنين وستين تلاتة وستين وبعد كده الزمالك بحق أول سنئية مقررة بالنسبة له كانت تلاتة وستين اربعة وستين وبعدين اربعة وستين خمسة وستين وبعد كده طلع واحد جديد كمان اللي هو الأولمبي طبعا بيجيله العظيم جدا 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 للأولمبي 66-67 لإسماعيلي برضو أول مرة ياخد البطولة وعلى أثارها على فكرة يعني دخل الإسماعيلي بطولة أفريقيا وحصل على أول بطولة أفريقية لفرق مصرية كان الإسماعيلي في 69 وبعد كده 67 وإحنا بنتكلم كده وبنتكلم بالأرقام وبنتكلم بالتاريخ وما بنقولش الأهلي في الحتة ديت لأنه ما خدش حاجة الأهلي في السنين دي يعني عد كده حضرتك عد من سنة 61-62 عندك 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 يعني أنت بتتكلم حضرتك على خمس مواسم الأهلي ما خدش فيها بطولة الدوري خمس مواسم الأهلي ما خدش بطولة الدوري وما قلناش حاجة وإحنا اللي بنقولها على لسن نحن خمس سنين لن ده تاريخ ما خدهاش الأهلي وبعد كده من 67-71 البطولة ما قامتش عشان للحرب زي ما أنتوا عارفين وفاكرين طبعا وبعد كده 72-73 خدها الغزل المحلة وبعدين 73-74 حرب أكتوبر كانت في 16-73 فالمسابقة كانت بدأت فلم تكتمل في الموسم ده وبعدين بص بقى من 74-75-75-76-76-77-77 الأهلي وبعدها 77-78 الزمالك 78-79 الأهلي 79-80 الأهلي 80-81 الأهلي 81-82 الأهلي 82-83 وافق جديد بفكر جديد بثقافة جديدة اللي هو المأولين قدر أنه ياخد 82-83 كان على فكرة المأولين تم إنشاءه 73 يعني قعد 9 سنين عشان ياخد الدوري 9 سنين ياخد الدوري لكن يحسب للمأولين أنه ياخد الدوري وخد مطولة أفريقيا على طول على فكرة يعني 84-83-84 الزمالك 84-85 للأهلي 85-86 للأهلي 86-87 للأهلي 87-88 الزمالك 88-89 للأهلي 89-90 لم تهتمل عشان كاس عالم قرر كابتو الجهر لو تتذكروا 90-91 لإسماعيلي 91-92 الزمالك 92-93 الزمالك يبقى ثاني مرة الزمالك يحقق مرتين واربع أول واحدة كانت 63-64 64-65 وبعدين 91-92 92-93 وبعد كده بقى يعني بص التفوق الأهلي الرهيب 93 لألفين لسنة ألفين سبع سنين سبع مرات متتالية الأهلي بطل الدوري 2000-2001 الزمالك بعد السبعية للأهلي 2001-2001 الزمالك 2001-2002 الإسماعيلي 2002-2003 الزمالك 2003-2004 الزمالك يبقى دي تلت مرة الزمالك يحقق فيها مرتين وربعة يبقى الزمالك الفرقة الوحيدة في مصر الزمالك الزمالك الفرقة الوحيدة اللي قدرت تعمل الدوري مرتين متكررين طبعا بعد التفوق الأهلي وسبعية وتسوعية وتمانية وتخمسية وسدوسية وربعية وسلسية الزمالك الفرقة الوحيدة اللي قدرت تاخد الدوري موسمين واربعة ثلاث مرات عملتها 63-64 و64-65 وموسم 91-92 و92-93 و2002-2003 و2003-2004 وبعد كده من 2004 بقى لحد 2011 عد معايا 1-2-3-4-5-6 سبع مرات برضو الأهلي وبعدين 2011-2012 لم تكتمل 2012-2013 لم تكتمل 2013-2014 الأهلي يبقى ثمانية بقى ويسموها 8 مرات متتالية وبعدين 2014-2015 الزمالك 2015-2016 الأهلي 2016-2017 الأهلي 2017-2018 الأهلي بقول الكلام ده ليه هرجع ليه حتى دي لأن دي في حاجة مهمة جدا بقول الكلام ده ليه وبقول عنوان حلقة النهاردة الأهلي نادي يعلو ولا يعلق عليه ليه؟ لو قسمت الجداول دي 10 سنين 10 سنين مش ممكن تكون صدفة من 48 ل2018 يعني أنت بتتكلم في كم سنة؟ في كم سنة رجالة؟ 70 سنة؟ 70 سنة من 48 ل2018 70 سنة لو قسمتها كل 10 سنين يبقى فعندك 7 مرات تمام؟ كل مرة بعشر سنين 7 مرات كل مرة بعشر سنين لو قسمتها كل 10 سنين هتعد كده عشان توصل لـ 77 جداول هاتلي الجدول الأولاني هتلاقي كل 10 سنين الأهلي ممكن يخصل لقب أو لقبين كل 10 سنين ممكن يخصل لقب أو لقبين على أقصى تقدير 3 عشان كده أنت دايما بتقول الأهلي نادي يعلو ولا يعلق عليه خد الجدول اللي معايا مش هدا اللي بقول ده عشان ما حدش يزعل وحد يتقمص وحد يتدايق يعني أنا بقول التاريخ بتاعنا التاريخ بتاع النادي الأهلي فأنت ماشي صح ولا ماشي غلط من 48-49 لحد موسم 57-58 يعني أنت بتتكلم في 10 مواسم 10 مواسم الأهلي خدهم كلهم حتى البطلتين اللي ما خدهمش الأهلي ما اكتملوش يعني أنت بتتكلم البداية الله ينور البداية بتاعتك الله ينور دي أول 10 سنين عد معايا بقى عد معايا يبقى العشر سنين الأولى 8-0 العشر سنين الأولى 8-0 تعال على العشر سنين اللي بعدهم من 58-59 لحد 67-67 مش هنقول بقى لحد 66-67 لأن من 67-91 ما تلعبتش يعني أنت بتتكلم في 1-2-3-4-5-6-7-8-9 في التسعة دول بقى بص الأهلي بقى إيه دي أكتر أو أقل فترة خد فيها الأهلي الدوري الأهلي خدوا 58-59 و60-61 و61-62 تلات مرات من أصل تسعة تلات مرات من أصل تسعة وبعد كده الزمالك خد 59-60 والزمالك خد 63-64 و64-65 وبعدين بقى الترسانة ودخل الأولمبي والإسماعيلي يبقى الأهلي تلاتة الزمالك تلاتة الترسانة واحد الأولمبي واحد الإسماعيلي واحد تلاتة تلاتة وتلاتة متفرقين على باقي الأندية الترسانة والأولمبي والإسماعيلي العشر سنين اللي هي من السبعينات بقى غزل المحلة بدأها سنة 72-73 وبعدين 73 اللي هي من تكتمل وبعدين الأهلي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة أوكي من أصل كم؟ من أصل تسعة برضو دول تسعة مواسم تسعة مواسم يعني فترة الخمسينات تمانية سفر في الستينات تلاتة تلاتة في السبعينات في السبعينات أنت بتتكلم في سبعة واحد سبعة واحد لأن التسعة لم تكتمل يبقى أنت كده في فترة السبعينات سبعة واحد الخمسينات والسبعينات سبعة واحد خش على التمانينات عندك الثمانينات بقى المقاولين وفق جديد الزمالك 83-84 الأهلي 1-2-3-4 أربعة للأهلي في الثمانينات مظبوط كده عندك الإسماعيلي 1 من أصل 9 والزمالك 2 يبقى 4-2 الزمالك 3 هنا الزمالك 3 من 82-83 لحد 91-92 الزمالك 3 مظبوط 82-84 و87-58 و91-94 يبقى 4-3 أربعة للأهلي خش على التسعنات التسعنات زمالك بدأها 92-93 المفروض دي كانت تحسب من 91-92 لكن مش مشكلة من 92 لحد سنة 2002 زمالك وبعدين 7 وبعدين الزمالك 2001 يبقى 7-2 والإسماعيلي كمان داخل في الموضوع 7-2 خش على اللي بعده عندك 2000-2003 و2003-2004 زمالك أدي 1-2 1-2-3-4-5-6-7 7-2 يبقى 2011-2012 لم تكتمل يبقى برضو في الألفنات 7-2 خش على اللي بعده اللي هي بقى اللي احنا فيها العشر سنين اللي احنا فيها داية لم تكتمل 2012-2013 2013-2014 أهلي 2014-2015 زمالك يبقى أربعة واحد في العشر سنين اللي جايين دا تاريخ دا تاريخ معنى كده إن قيادات الأهلي على مدار تاريخه كل اللي مسكوا رأساء من ديت النادي الأهلي على مدار التاريخ كلهم ماشيين بنفس السياسة كلهم ماشيين بنفس النظام إلعب دايما في الأشخاص ما تلعبش في السيستم إلعب في الأشخاص ما تلعبش في السيستم محمد يروح علي ييجي أحمد يبقى موجود مصطفى هو اللي يمسك أيًا كان الوضع مش مشكلة لكن السيستم دايما هو اللي بيديك النتائج الأفضلية دايما للنظام الأفضلية دايما للنظام النادي الأهلي نادي يعلو ولا يعلق عليه مش مرة مش صدفة مش موقف مش اتنين مش تلاتة لا دا تاريخ أنا شرحت لكم كده ليه لأن في ناس كتير جدا جدا لما تيتكلم على حاجة زي كده يقول لك لأ والأرقام لأ والدنيا مش مظبوطة وده ما يصحش وده ما كانش كده وسنة 84 حصل كده هي دا أو هو دا لو احنا بنلعب في التاريخ دا ولا حاجة واحنا جابين حاجة غلط قلولنا برضو كل على رأس عشر سنين انت بتفوز أربعة خمسة سبعة سبعة دي متكررة كتير جدا سبعة مقابل اتنين أو مقابل تلاتة لبقية الأندية والأهل ماشي على خطوته وماشي على طريقه وماشي على نظامه فعشان كده بقول لكل الناس النهاردة انت في موسم 2018 2019 مش مشكلة الدول يروح للخانة دي أو يروح للخانة دي رح للخانة رقم أربعين هيبقى واحد واربعين رحل للخانة رقم اتنشر هيبقى تلاتتاشر أو رحل وافج جديد هيبقى واحد أو اتنين ولا ثلاثة ولا أربعة مش هو ده القضية مش هيدي المشكلة لأنها انت بتكلم فكورة في الأخ بتكلم فكورة وارد يحصل فيها كل حاجة لكن انت بتكلم على التاريخ أو اللي يهمني في الأول والآخر التاريخ بقرة هنشتغل عليه وهنعمله وهنستعد لي وهنعمل لحاجات كويسة إن شاء الرحمن وكل الأندية لها الحق في ده لكن اوع في يوم من الأيام تشكك في بطولات الآخر احنا أو احنا نشكك في بطولاتك ما ينفعش يعني سواء كان أندية بتنافسنا أو أندية لسه صعدة ولا حاجة كل واحد قادر إن هو يكون منظومة جيدة ممتازة ويقدر يحقق فيها بطولات أهلا وسهلا ده حلو حلو للمنافسة لكن اللي بيوجعنا جدا واللي بيضيقنا جدا إن انت تبدأ تشكك في التاريخ ما ينفع يعني ما تتضيقش من كلمة حلوة ما تتضيقش في مصر أو في العالم كله في حاجة أنا مقتنع بيها ما عرفش أنتوا توافقيني عليها ولا لأ في حاجة ليها راحة حلوة في حاجة ليها طعم حلو الحاجة دي على فكرة ما تبقاش أنت عارف أنت بتحبها ليه يعني على سبيل المثال للأهل مثلا ممكن تكون بتحبهم وفي ناس كتير جدا منهم مثلا مثلا يعني ما بكلمش على أنا بدي مثال ممكن ناس كتير جدا منهم ما يبقوش وقفين في ظهرك أو بيسندوك أو بيأزروك لكن بتحبهم أهلك أولادك أسرتك والدك والدتك ناس كتير جدا من اللي حواليك ممكن تكون بتحبهم وأنت بتعرش بتحبهم ليه ده في نطاق الأشخاص والقرايب والأهل في نطاق الأشياء بقى بلدك بلدك ممكن تكون بتحبها معاني ممكن ما تبقاش هي أحسن بلد في الدنيا بس جواك هي أحسن بلد في العالم قديما وحديثا بتسافر كتير وتشاهد كتير وتشوف أسارات كتيرة ومزارات كتيرة وحاجات حلوة كتير وتخطى في العين لكن أول ما بتنزل للبلد هنا بتحس بحاجة تانية بتحس بإحساس محدش يوصفه غيرك وممكن كمان ما تعرفش توصفه أهو من الحاجات دي بقى اللي أنت بتحبها من غير ما تعرف أنت بتحبها ليه الأهل ما يدايقش ده حد ده ولا يزعل حد ده أبدا بيبقى حبه مجرد بتحبه مش عشان تستفد منه بل بالعكس كمان ما فيش واحد في تاريخ الأهلي دخل بوابة الأهلي ما استفدش من الأهلي بما فيهم اللي قاعدوا قدامكه ده استفدت من الأهلي استفدت حاجة كتير جدا على النطاق الأدبي وعلى النقطال الاجتماعي وعلى النطاق الفني وعلى النطاق المادي ما فيش واحد دخل بوابة الأهلي ما استفدش من الأهلي بكل الحاجات اللي أنا قلتها لي كلها لكن الأهلي مش هيتأسف لحد مثلا كان نفسه بطولة وما خدهاش والأهلي هو اللي خدها مش هنتأسف لحد عشان كده ومش هنتأسف لحد كان واحد بيحلم حلم وصحق علينا مش هنتأسف على ده وما يدايقكش وإنت لو حققته هنقولك ألف مبروك ألف 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 مبروك كل حلقاتك أو معظم حلقاتي ممكن تبقى داخله في النطاق بقرة اللي ياخد البطولة ألف مبروك خدها الزمالك ألف ألف مبروك خدها الإسماعيلي ألف ألف مبروك خدها سموحة ألف ألف مبروك المقاولين ألف ألف مبروك خدها بيرامتس ألف ألف مبروك أيا كان اللي ياخد البطولة ألف ألف مبروك بنشتغل عليه لكن مش هنعيط اللي عنده شغل ما عندهش وقت يعيط ما عندهش يعيط ما عندهش وقت يعيط ده مهم قوي ده مهم قوي المنافسة مطروحة للجميع ولو خدتها ألف مبروك يا سيدي تبتشتغل كورة الرقم هيزيد هنا زي ما قلت لك هيبقى 41 هيزيد هنا هيبقى 13 الجاب واسع بس لو وفق جديد ألف مبروك يلا كورة ايه المشكلة فاش قضية خلص علينا نشتغل اللي جاي واللي جاي واللي جاي لكن إن بارح ده بارح ده بتاعنا بتاع الندي بتاعنا احنا بالأرقام بالتاريخ بالمواقف بكل حاجة بكل حاجة وزي ما قلت لكم بارح دايما الظروف الصعبة تبقى في مصلحة الأضعف تكنولوجيا الفار حكم خامس حكم سادس حكم سابع حكم تامن حكم تاسع يعني مش فرقة مش قضية مش مش هتعملك مشكلة بالعكس ده لصالحك ده لصالحنا لو اشتغلنا لو اشتغلنا كلنا على فكرة في مصلحة البلد بتوع الرياضة يشتغل في الرياضة بتوع الاختصاص التانية اقتصاد في كل المجالات في كل المجالات كل حاجة كل ده لمصلحة البلد المهم من اشتغل عنوان حلقتنا النهاردة لا نادي يعلو ولا يعلع عليه مكملين معاكم في جزء تاني وبعد كده ان شاء الرحمن بإذن الله هنتكلم مع كبتين الكبار لكن هترجعوا لمرة تانية الاهل ينادي يعلو ولا يعلع عليه مساء الفرول عليكم مرة تانية نكملين في نفس الحدوتة يعني هناخد فيها وقت شوية صغيرة كمان وبعد كده هنتكلم طبعا في فعاليات الدوري الممتاز وفوز بيرمنس على الداخلية 3-1 وكمان تعادل الانتاج مع الجونة وتعادل سموحها مع طلاء الجيش كلمنا في الجزئية دايت لانها جزئية مهمة جدا انا مهتم بيها جدا 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 ليه لان ممكن في وقت من الاوقات وفترة من الزمن تطلع حاجات تشككك في اصول تشككك في بعض الحقائق وعشان انت ما كنتش شاهد للتاريخ او ما كنتش معاصر فممكن تصدق فممكن العملية بالنسبة لك تبقى يعني محل جدل او لغبطة في الفكر لغبطة في الاحداث الاهل يصبق ليه الاهل يصبق عشان بقول للقناعة اللي انا مقتنع بها تماما واللي اتدرست لنا واللي عرفناها واللي شفناها واللي عصرناها الاهل يصبق لانه اختياره صح الاختيار صح الاختيار مجرد فوش اي مصلحة ولا اي تطلعات ابدا الاختيار جاي من مصلحة مكان من مصلحة مكان مصلحة النادي عشان كيه هتلاقي دايما اول شيء اول انجاز اول سلسية اول دوري اول قرار لجنة كورة اول قرار مدير كورة اول مناصق اول اي شيء في عالم كورة القدم او المنظومة الرياضية المنظومة الرياضية المحلية قبل التطلعات او قبل المشاهدات اللي موجودة على العالم والعالم بقى كله مفتوح دلوقتي زي ما حضركم شايفين ومتابعين فممكن تاخد فكرة من هنا تاخد فكرة من هنا وده صح على فكرة تواجب الحدث تعمل معايشة تعمل تشوف بير مونيخ بيفكر ازاي ريال مديد بيفكر ازاي برشوان بيفكر ازاي لكن احنا متكلم في القطار المحلي الشخصيات اللي كانت مسكة النادي العقلية اللي بيدور بها النادي الفكر اللي هو مجرد من اي شيء غير مصلحة النادي الاهلي فوق الجميع الاهلي نادي يعلق ولا يعلق عليه ده الفكر السايد ده المهم ال评ظة بعد كده اي حاجه تاني بقى اي حاجه تيجي رقم اتنين اي حاجه المهم الاهلي تبقى هي عشان كده فكرنا أن 이�حنا نشوف الوكه بالتاريخ برضو بالتاريخ بالتواريخ امتة الاهلي خد قرار كذا وامتة بقيت الانديه اخدوا القرار اللي بعده وليه الاهلي نجح وليه غيره مانجحش ليه الاهلي بينجح؟ بنفس القرار اللي خده صاحب أول لجنة كورة أو فكرة إنشاء لجنة كورة صاحب فكرة منصب مدير الكورة صاحب فكرة منصب المنصق العامل الكورة صاحب مثلا استخدام مدير فني أجنبي مثلا عشان كده بتيجي النتائج تختار صح هتقرر صح هتجيلك نتائج صح هتختار صح هتقرر صح هتجيلك النتائج صح في علم الإدارة مرة تانية ممكن تاخد نفس الخطوات اللي أنا خدتها أنت تنجح أنا ما ننجحش أو العكس أنا ننجح أنت ما تنجحش مع أنك خدت نفس الخطوات أعدت على نفس الترابيزة أعدت سمعت كلام من أطراف لكن القرار كان غلط القرار كان غلط ليه؟ لأن اللي حواليه غلط فبالتالي القرار هيطلع غلط فعمر الأهلي بقى عمر الأهلي شوف الأهلي بيدير أي أزمة إزاي شوف الأهلي بيتعامل مع أي مشكلة إزاي شوف الأهلي ممكن تبقى مشكلة تمام؟ لا تذكر من حسن التدبير أو حسن القرار أو كرسة نمرين بعدة كوارث أو عدة أزمات طاحنة طاحنة في حاجات كنا نحن ندخلين في الموضوع فيها لأنها خاص رياضي وفي حاجات كان خارج الإراضة زي مثلاً مسبحة بورسعيد مثلاً يعني فدايماً دايماً القرارات أو التعامل اتفرج يا سيد هي بينة ولا مش بينها؟ طيب خليني بقى عشان أنا أنت عارفيني أنا في شعر عشرة اللي جاي سبعة وعشرين عشرة اللي جاي هبقى واحد واربعين سنة فحتة النظر برضو بدأت مفاصل يا بنتي عارفين أنت الموضوع ده مفاصل يا بنتي أول ملعب أنشئ في مصر خاص بالحطة الرياضية تمام؟ أو أول ملعب أنشئ للنادي أنا بقارن دايماً بالطرف الآخر اللي هو ناس زمالك باسمه ومكانته بالتأكيد يعني كان سنة ألف تسعمية وسبعة وتسعة للأهلي أوكي أول نادي أول نادي أو أول ملعب آسف أول فريق لقرة القدم في النادي كان ألف تسعمية وحداشر أول شعار للأهلي اللي هو لوجو الأهلي اللي فيه حاجات بدأت تتغير يعني حاجات صغيرة من الشعار ألف تسعمية وسبعة عشر أول كابتن للأهلي كان أحمد فؤاد أنور أول لقب للأهلي تمانية واربعين تسعة واربعين مشيل أنس اللي هو أول رئيس للنادي أول مدير للكورة يعني أعتقد أنه هو كابتن علي زيور أول مدير للكورة أعتقد أنه هو كابتن علي زيور أعتقد يعني أنا مكتوبة عندي كابتن صالح سليم فاتأكدونا هي كابتن صالح سليم أو كابتن علي زيور أعتقد أنه هو كابتن علي زيور أعتقد كده أول قناة في مصر الرياضية قناة الأهلي ألف ألف وثمانية أول هداف للدوري سيد الدوزوي أول هداف أجنبي أعتقد أنه هو من نادي زمالك أعتقد أنه أول هداف أجنبي أكان من زمالك أعتقد كده هو مكتوب في لافيو بس أعتقد أنه ممكن يكون من نادي زمالك مش عايز أغلط في التاريخ عشان كده مش عايز أغلط في الحاجات دي مقتلع تماما بالحتة دي أول حارث مرمى يحترف خارج مصر مصطفى كامل منصور من نادي الأهلي أول محترف في تاريخ النادي توفيق عبدالله 1920 1920 أول فريق يحرى السلسية في كرة القدم كان النادي الأهلي محليا على فكرة بس دي مش مكتوب في الجدل عندكم بس أنا عايز ألوكم أنها كانت 1924 كان دوري منطقة القاهرة وكاس مصر وكاس السلطان حسين اعتزوا من ناديكم أول مدير فني أجنبي أول بطولة الدوري أول بطولة كونفدرالية أو السوبر أفريكي أول 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 عشان كده كان مهم جدا جدا أننا نستعرض الحاجات داية ممكن كتير يستغرب وهولا اللي قلتها مبارح هاكد عليها بس ممكن تبقى حقيقة كونية الناس تختلف تتفق تخدها بهزار شوية لكن الربط العجيب الغريب ما بين أبطال العالم على مستوى الدوري أو الدوريات اللي في العالم كله واللون الأحمر حاجة غريبة جدا ليفربول مانشستر آيكس بنفيكا باير مونيخ برشلونا الأهلي كل دول لونهم أحمر كل دول أصحاب أكبر تاريخ عندهم في دورياتهم أكبر تاريخ طب احنا اخترنا اللون الأحمر نسبة للعالم اللي هو كان موجود لحد 1900 يعني 19 بعد صور 19 كان لون الأحمر طب هم اختروا ليه؟ نسبة غريبة أو حاجة غريبة أو ربط غريب حقيقة كونية بقى مش عارف ربط غريب مش عارف لون الدم مش عارف حاجة حلوة مش عارف هي فيها حاجة حلوة على العموم مهمة أوي 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 ان انت تحتفظ بتاريخك وتعرف كويس أوي يعني انت ماشي صح ولا ماشي غلط النادي الأهلي نادي يعلو ولا يعلع عليه كان شعار مقدمتنا النهاردة بعد الفاصل هنتكلم في الدوري المصري مع كابتن الخبار كابتن إبراهيم عبدالصمت كابتن شريف عبدالمنعيم كابتن أسامة حسني فوز برمد سعالة الدخلية 3-1 تعادل سموحها وطلع الجيش 0-0 تعادل الإنتاج الحربي مع الجونة 0-0 بعد الفاصل اللي جاي وكمان مع نجومنا هنتكلم على مباراة الأهلي وكمبالا سيتي اللي النادي الأهلي إن شاء الرحمن بإذن الله يحفظ على الصدار فيها بأي فوز يأهله لمقدمة المجموعة تجنبا للصدام المبكر ما بين مازمبي والوداد المغربي بعد الفاصل استنوننا متروحوش في أي حتة تاني ترجمة نانسي قنقر صحرة حلوة يا أهلاوية في كلها معظم الأجيال اللي لعبت في النادي الأهلي تشكيلة ملعب النادي الأهلي النهاردة كابتن مرير عصان من نورنا أنا أبو كباتن أبن أخليك من نورة بالمجموعة الجميلة اللي معاك إزاي حضرتك الحمد لله كنا تمام كله حلو الحمد لله كابتن شريف مساء الفل مساء الفل إزاي حضرتك وبشكرك أن أنا موجود معاكم النهاردة مع الكباتن وكبار ده ما أنت قلت أجيال من تفاق أجيال أجيال كابتن يوسام مساء الفل إزاي حضرتك سيد أخبارك إزاي حضرت كله كويس الحمد لله وسعيد أن أنا موجود مع كباتن القبار رجل ده له موقف معايا ما أنسهوش أبدا في حياتي ببدا خليك مرام تحت إيده مرام تحت إيده ده حاجة تشرفني لكن كمان على الموقف الإنسانية والشخصية حاجة رائعة جدا كلنا لنا موقف مع كابتن كبير أول ما أنا دخلته برضو كم الناس اللي هي تحس أن هي بتاخد بإيدك وتتكلم عنك في ظهرك كويس طيب أنا أتكلمت في المقدمة العرش أنت سمعتني على كاتورهيم في حاجة حلوة يعني في حاجة حتى وإننا صغارين وإنت داخل النادي كنت تشم من ريحة معينة كده في النادي خاصة بالنادي أنا بأتكلم جد والله مش مسألة مبالغة في الكلام أعتقد أن كلنا حسنت ده بص كلنا كلنا بنأخد من اللعيبة الكباري اللي إحنا بنضبط حتى إيديه يعني أنا لما اللي إنت بتقوله دلوقتي أنا حسيته أول ما دخلت النادي دخلت النادي 66-67 الناس مع العمالقة الكابتن صالح سليم الله يا حمود كابتن فرجيل الله يا حمود كابتن طه اسماعين كابتن طه سليم سعيدة بن نو أخوهم الصغار ابنهم بيحتضنوك في حتة تانية ممكن يبتدوا بأي حد داخل ولا الصغار نادي الأهل عيلة أول ما بتدخل بتحس إن أنت جوه العيلة فبيحتضنوك وبيقول لك نصايح وما بيسبوكش كابتن صالح سليم وهو وهو لعيب وهو وهو مضي كورة وهو رئيس نادي ما بيسبناش فالحطة الإنسانية والحطة العيلة دي بتحسها وما تخش النادي ما بتحسهش في أي حتة تاني وبالتالي إحنا لما بنكتسب دي وبنبتدي نشتغل في النادي سواء مدربين أو أكاديميات أو 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 بننقل القصة دي لكل الولادة اللي إحنا بنمسلكهم فبالتالي الأجال بتسلم بعضها ويعني فالموضوع دوت متداول عشان كده بيقول لك إيه الأجال بتاعت النادي الأهلي دي غريبة في التعاملات يعني غير أي نادي تاني طيب معنا واحد من العيلة على التليفون كابتن سامي أمصان كابتن سامي من ألف ألف مبروك الأول وكل سنة من تطيب وبالتوفيق يا كابتن سامي طيب عندنا شوية حاجات كده يهمنا جدا أن أنت توضح حالنا الأول فريم معسكر الحمد لله في اسكندرية كل شيء تمام الحمد لله طيب ميدو جابر طلع من المعسكر طيب تم فعلا استدعاء مؤمن زكريا وشارك في التدريبات ولا من بكرة الشارك لا 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 المهاردة المهاردة الموجود معنا كايت هو بحالة إن شاء الله إن شاء الله يكون جدود معنا في ماشر أيمن أشرف وإحمد فاتحي وواليد سليمان كل 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 شارك شناوي شناوي إن شاء الله يعني لو في نصيبه هو يقدر شارك حاجات الموجود مع عادلة إن شاء الله أول نحفظ عليها عشان نحن عندنا طبعا حضرات عارف سمية المشاكل اللي عندنا هو الضغوط بتاعة البقشات المشاكل اللي عندنا الراجل بيصدل اللي هو يعني عمال شديه عشان إن شاء الله للفترة اللي كان إن شاء الله أتم جاه طيب المباراة دي هتشهد إيقاف حد يعني حسان عشوكا موقوف مباراة الترجي فيه حد من لقائبة الأهلي موقوف المباراة بتاعة كامبالا وليد يا جد وليد سليمان وليد سليمان وليد سليمان طبعا هو يعني أنتوا عارفين يا كبتة إن إنذار بعد كده هيتليغ كل حاجة لو عندك إنذار واحد في حد عندنا عنده انذارات كتيرة كبتة إن سامي هو فيه أه 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 أوكي دول طبعا دول طبعا يعني لو خدوا انذار لقد الله مش هيتم مواجدين في المباراة اللي بعدها لكن أي حد هياخد انذار بعد كده بيتلغي يعني على طول بذلك طيب كبتة إن سامي يعني هاروح معك يمين والشمال وفي كل الاتجاهات يهمني جدا ناس مع رأيك وكلمتك وكتير جدا 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 من جمهير الأهلوية سامعك دلوقتي أو كل الجمهير الأهلوية سامعك دلوقتي وهميت الجمهور وتواجده في المورات كم بالا كبتة إنسان طبعا أم جدا وانت أحبارك عارف التطور الذي بقيته طبعا لنجمهوره ودعمه في فترة فازك نحن عارفين ومقادرين طبعا ممكن يكون الأداء مش فورة في فترة فازكيات لكن حضرات عشت الموابع دي كتير جدا وأثبات من الهاتف جدا تميز درق المغارات اللي إحنا بنعمل الإنسان العالية ترتيب ترتيب الفرقة نفسه ان انت عندك شبقين شبقين انت عندك مجموعة فعيدة في أفريكيا مجموعة موجودة في الدوري وفي نفس الوقت تأتي شبقات الموس اللعيبهم جدا تبني عليه من اللعيبة اللي بتقدر تعتمد عليها مثلا في جورن يوروب بتقدر تعتمد عليه و بعدها ندخل عناصر جيدة في الفرقة سواء نصر ماهز سواء جيدو جابر سواء الشيان محمد أكرم توفيق وبعد ذلك الراجل جايد بسي جيد والتصور بسي جيد كل الحاجات دي انت لما تتيجي تخط في فترة 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 وأنا بدنا تهدئة دي يعني طبعه ماذا قلّينا شوية العداء وماذا قد لأسفاية الدين فترة 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 من ذلك مش انا يعني ما اتحبش يعني بيجيب مبررات دايبة وحضراتها عارف ببعا كده النادي تاني عمره بيجيب مبررات لحاجة لكن فا امر واكع لازم بيجيب بسك تكون على السايع احنا عندنا 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 تازل تجاحنا كان موصفنا صعب جدا تكتور الأقضية كان عندنا كفتة واحدة فالحمد الله باتي بتصدر بطولة مجموعة ان شاء الله عندك فرصة كبيرة جيبا تكون اول عشان يجيب عندك فرصة ان انت تلع على التكتور الثمانية الان ماشرة الثاني على أرضك عمد لله عن الموجهات بال لح loudly الآن وتبعد بال بال عن الموجهات طبعا ي محتاج這個 تعالى ببعض بيصدر بكللعب أي فرقه لكن في النهاية أيما الصع tumblr يقولوين انتو كلما تاجل الموجهات القوى اللي التي اخت ده وضع طبيعية حمد الله ال�hyd他们 ربما لinku tv الاما المركز الأول برضو الحمد لله الأهداف الأهداف تتحقق لكن أنا عارف لما أعاول أداة وعاوز نتاج بيجي يا كابتن سامي بيجي بيجي ما فيش مشكلة هيجي هيجي طبعا هيجي طبعا نحن مقدريت طبعا أخطاء وده أمر طبيعي لكن الحمد لله التميز الموضوع أن أنت بتعال أخطاء وإنت بتكتب وإنت في موقف كوي آه طبعا الضغوط بتقل الضغوط بتقل للحياة بتقل ده ده طبيعي طيب كابتن سامي آه إنما أنا أنا حاجة بكتب من خلاحة بيجي طبعا إننا يعني أطمن بس إن إحنا يعني بتحاول بتحاول إن إحنا نغير مش تشكل الفرقة من الأفراض اللي موجودة في فرقاء أتمنى عن فرقاء تدخل عناصر تغارد إن شاء الله دولها مستقبل لديك أهلي واصل مارد بذوقت إن عناصر إن شاء الله يبقى لها فرصة ببيرة أكرم فرصة عشان محمد نفس الفرصة بدي دابل نفس الفرصة آآ حامبودي بدأ يخش مؤمن إن شاء الله يرجع تني أحلى من أول عندنا آآ وليد أجارو صلاح بحس الحمد لله ستشكل فائز في الوقتي عندنا سليف نفس الفرصة في الدفاع الدفاعية الحمد لله حفظ حراس المرمع الحمد لله ثلاثة من مهاجيز جدا أنت ناحية الجين برضو هاي مواطع الله ورحمة الفاتح نفس الفرصة ناحية الشمال معلول وأيضا أشرف الصابر رحيد يعني الحمد لله بقى عندك دابل تقدر اللي انت تعتمد علي انت دو الخطرة كبيرة ما شوكناش النادي الأهلي اللي في السنين اللي فاتت النادي الأهلي بيدور في حوالي 15-14 اللي بتحاول تستغلهم الحمد لله في كي فرصة لكل ناس بلوقتي عشان انت نشارك بتوقف قرب عندك عندك بطولة الدولية عندك محتاج كل لعيبة تظل من قايمة 25 لعيب تظل يعني كمية المباراة الكتيرة دية بطولة يعني بتتخلي الرجل مثلا محمد بفكر في اللعيبة حاول نحافظ على اللعيبة يعني انت محتاج يعني احنا بوقتي نحن عندنا مابش اللي جاء ان شاء الله ان ما قلت من عندنا يعني دونيور مش موجود وهي سلمان مش موجود دو جادر مش موجود عندك البدائل في الأطراف وليلة جدا نفس الوقت انت قلت لي معلش ميدو جابر وليد سليمان من الأولان اللي قلتها كابتن قلو بلي في جونيور جونيور عجائي ايه توصر عجائي خلاص بقى عجائي خلاص اه طبعا اه طبعا لا عنصر كان مهم جدا كان عنصر مهم جدا جدا مهم جدا اه طبعا مهم جدا اه طبعا طبعا الحاجات القادرية دي حاجة بتاعة تطبينا طبعا لكن انا بتكلمك على شكل فرق انت عاون دي ما تمشي ادىها ادىها دوء جوكبات المتشار رحمام اه طبعا 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 عايز اتكلم على وليد ازارو الاصابة الوجه خلاص الحمد لله رب عميني اكاد وايم اه اوكي ما شاء الله من الناس المخاطمة يعني يعني اقصد قوية جدا وبجرة جدا وان شاء الله يحسن اكثر واكثر ونرجع احسن الهدف اكثر كاف نا لا كلمة شفت طيب حكم اللقاء هو رضوان جيد اسمه كده هو مغربي يعني ف رضوان جيد ده حكم مغربي يا رب ان شاء رحمن تكون المباراة بالنسبة له ساعات عنده حتة العند شوية حتى هو حكم مباراة واحدة للأهلي قدام بيت فست المباراة اللي اكسبها الاهلي 1.30 1.30 بروفو عليك كافة نشريف اللي اكسبها الاهلي 1.0 بهدف لحمة حجازي وكان فيها كرة صد السلام اه طبعا كان فيه كرة لحمة حجازي برضو في الـ 84 لما تخدني الزاكرة يعني كانت بدلتي صريحة جدا كانت ممكن تديك أفضلية أكتر وأكتر لكن في النهاية ان شاء رحمن لعبة الأهلي يحسموها بدري بدري كابتن سامي كابتن سامي كل التوفيق للفرقة بشكل عام وليكنت تحديدا بشكل خاص شخصية ممتازة جدا على الانطاق الفني أو الشخصي بالتوفيق كابتن سامي ويا ربا الشهر رحمن يكون يوم جميل بإذن الله تعال كابتن إبراهيم كنا منتكلم في الموضوع دوت الإحساس بحلاوة الأهلي وقيم ومبادئ الأهلي والحضرك شرحتها شوف رأيي كابتن شريف ولا حاجة عايزة تضيف حاجة تالية لا شريف يكلم ما ولست كابتن إبراهيم طبعا منوارنا النهاردة ومستاذنا وكابتن مصطفى عبد وكابتن محمد كابتن محمد كابتن محمد شافي أنا بقى أتكلم على الجيل اللي هو عندما أنت كلمت على الجيل اللي هو كان موجود طبعا الأسادة الكبار بتوأنا كابتن أسماعيم كابتن صراح سريم اللي أنا الحق شفتوهم وكلموا معايا وكان لها الحظ أن أنا كون موجود تحت إيد كابتن طبعا كذا مرة في الناشئين وأنا صغير أول ما نعلمني الشوت يعني كان بيخدني على جنب كده ويقول لي إزاي حط رجلي جنب الكرة كابتن صعيد وحط وش رجلي إزاي في الكرة بالضبط وأنا كنت شويت آه وكل حاجة بس عشوائي يعني كنبيلة وخلاص تروح زي ما تروح يعني بتريت أفهم فالناس الكبار زي ما كابتن رجيم من أتفضل وقال كان بيدوك نصيحة اللي هي متوسمين فيك أنك أنت تبقى حاجة كويس بيحتضنوك آه بيحتضنوك ويقولوا شو الله يبقى كويس يعني بس في الظروف بتاعتنا اللي كلمنا فيها تبقى العيلة آه طبعا تبقى العيلة آه طبعا عايز بكلمك على حتة العيلة كان فيه راجل ربنا يرحمه ورب ربنا يرحمه ورب عم جمعة آه مروم عصر تعلمنا منه كتير آه ما كانش ما كانش مدرب في النادي ولا عدو مجلس إدارة ولا راجل مثلا كان تنفيذية عالية كان إداري لكن كان بالنسبة لنا كلنا كان قاب لنا كلنا مرجع ومسمينه الأب الروحي وطبيب الله يرحمه الله يرحمه ده طبيب الله يرحمه لنا لما أنا بأزعلان وخارج ابنه الله أكبر الله أكبر الصورة تبقى الأصل كان معنا في الأكاديمية في مدينة نصر حاجة مشوى الله شرب منه كل حاجة الطيبة والجدعانة والشغل كل حاجة يعني ما سابش حاجة عم جامعة ده الحقيقة علمنا أنا شخصيا أنا شخصيا تعلمت منه كتير قوي لأن اشتغلت معاه مدة طويلة قوي أنا في قطاع الناشئين يعني كل حاجة يقفل علي الأوضى وقول لعم جامعة وزيني التسجيل ازاي بينسجل في المنطقة ازاي ما سابش حاجة ما قاله ليش بنا أرحمه يا الله أرحمه يعني المختربين أنا وإنت تحديدا سامعا نفتكر الكلام ده كويس كم دائما نساعدنا أفضل عم جمع ودايما نسألنا نحنا كمختربين يعني إيه اللي نقصك محتاج إيه دائما إيه سأل علينا لكن تكملا لكلام الكابتن شيف كابتن إبراهيم دائما الإنسان في حياته في مواقف دائما عالقة في زهنه ما بينسهاش طول حياته من ضمن المواقف الإنسان يعني ما بينسهاش خالص قصة اللعب في ناد الأهلي دائما أول لحظة وهو داخل الناد الأهلي وهو داخل اختبارات الناد الأهلي أول مرة وهو بيتمرن مع فريل ناد الأهلي وهو بيتمرم مع الفريق الأول لناد الأهلي دايماً وهو دايماً دي اللحظات دي دايماً عالقة في ذهن الإنسان ما بنسهاش وحتى دايماً إحنا يعني الإنسان لما بيقدم السيفي بتاعه في أي مكان أو بيروح أي مكان دايماً بتشرف أنه لاي في ناد الأهلي يعني أنا حتى في الفترة اللي فاتت لما كنت رسلت بارم يونيخ عشان أقدم عندهم وأعمل عندهم المعايشة طبعاً كاتب يعني ما لي في السيفي إن أنا لاي في ناد الأهلي وخدت مطلاطه وأفريقيا ودوري وكاس على ماندية روحته بتاع فهما مجرد السيفي داي شافوه عن طريق ناد الأهلي طبعاً تم الموافع على طول فإحنا دايماً بنشرف أن إحنا يعني يعني في يوم الأيام بيقدم نتشرت ناد الأهلي ولعبنا في ناد الأهلي دي حقيقة دي حقيقة طيب هنتكلم على الثلاث مباراة النهاردة فريعاً يعني عشان عندنا موضوع كبير أو اللي هو موضوع الأهلي وكان بالاستي وبوجهة نظر بقى رياضية عدم المواجهة المبكرة مع الفرقة الكبيرة أهداف الأهلي من اللقاء كيف يتعامل الأهلي مع المرحلة كل دا يهمني كبتين القبار يقول لي رأيكم فيها لكن نتكلم في الثلاث مباراة الثلاث مباراة النهاردة بدأت معلش هم بيقولولي عشان الموضوع لازم يعني لا لا أهمة لا أهمة يمي في شباب بالعكس ده أحسن ناخد منهم كتشريف أولى اللقاءة النهاردة سموحة مع طلايا الجيش سموحة مش عايزة أقول لغزة لكن سموحة غريبة جدا بيكسب الفرق الكبير قوي طبعا طلايا الجيش في فرقة محترمة وفرقة كبيرة لكن أقصد حتى الفرق اللي هي يعني عندها طبع الهجومي زي MB وزي مصر المقصة وبيتعادل مع نجوم F-C بيتعادل مع طلايا الجيش يعني الفرق اللي هي المفروض أنه بيكسبها بيتعادل معها والفرق اللي هي المفروض ممكن يحصل بتعادل أو خسارة لا بيكسبها أنا ما زلت عند رأيي أن الفرق اللي هي زي يسموحها وطلايا الجيش والفرق اللي هي مش أصحاب البطولات بيتمنوا دايما من كل خلال أي مباراة بيخضوها أو بيخشوها أن هما ما يخسروش الثلاث نقاط فتحي أسلوب اللعبة بتاعهم اللي هو المحافظة على الفريق بعدم دخول أهداف جورد فتلاقيهم بيلعبوا بتطعيم النص الملعب للدفنس شوية تلاقيهم بدل ما كانوا أربعة بيبقوا خمسة في حالة أي كونتر أتاك عليهم وهما ساعدين جدا الجهزة الفنية بهذا الشكل اللي هو أقول لك أنا أتشطر وأخذ الكورة وأنقلها بسرعة عامل كونتر أتاك لنفسي وترجم لجول بات سنة ما يجيش فيها جوال فيه ناس بتبقى نازل مباراة طمعانا في السراس نقاط وفيه ناس عجبها قوي حالة الدرون أنا لو تلقيت الدرون النهاردة أنا كويس وهم كمان مش عندهم البارفل أو من الإمكانيات أو من اللياقة البدانية اللي تشيرهم كل ثلاثة أيام مباراة هما مش النادي الأهلي ولا هما نادي إسماعيل ولا نادي زمالك عندهم برضو نوعية لعيبة تقدر من الفردية والجماعية أنها تقدر تشيرهم كل ثلاثة مباراة كل ثلاثة أيام مباراة فيه لعيبة عندها لعيبة غالية لعيبة أحسن لعيبة زيادة عنده في التكوين بتاع الحداشر لعيب لا عنده خمسة ستة كمان قاعدين برة يقدر يدورهم زي ما عايز يقدر يعوضوا أي إخفاقات بتبقى موجودة في المرأة الفرق اللي هي زي اسموها طلع الجيش التضارب في في الإمكانيات اللي بتبقى موجودة النهاردة بيتعادل البكرة بيكسب التضارب في الشكل بتاع الفرق ده يعني النتيجة بالنسبة لطلع الجيش كويسة مقبولة جدا طلع الجيش ده أمنياته الكبيرة كابتن سيدا أن يتعادل أمنياته نهيخر ببونت وموقف صح موقف صح موقف صح موقف صح موقف صح موقف صح موقف صح احنا متفقنا كلنا احنا متفقنا انهم من الناس المهددة السنة دي بشكل كوي جدا طيب ده تشكيل سموحة يعني محمد أبو جبل لو حضرك قدامك كم ممكن تقول هنا محمد أبو جبل ياسر إبراهيم والسياد فريد ورجب نبيل ومحمود معاس دول رباعي لديفنس الوراء فيه شريف رضا وإحمد نبيل مانجا وإسلام صالح ومحمود سيد وفيه ديريك سيسينبي وحسام حسن وإن كان أفضلهم حسام حسن بعقيقة واتفقنا كلنا إنه نزال رجل اللي بيتحرك بس اللاعب الواحده يا كابتن بيبقى عايز منظومة تلعيبة كاملة بتقدر تخليه موجود في المنعة بيدي الممكنات بتاعته بتاع مش هايبتدي يستاوت كور يا أسامة الواحده انت كنت عشان تجيب جول زمالك جولين ورا بعد يوم ما كنا ميتكلم 14-43 كان معاك منظومة كبيرة جدا كان معا العيبة سادة توصله الكورة بهذه الحرفية بهذا الشكل اللي هو يقدر يمتج فيها الإمكانيات والتلانت بتاعه فلازم المنظومة كلها تبقى منظومة واحدة بتدي في إمكانيات أنا اللي عجبني فريط الجنة إيه لسا بتكلم على شام زكري المداري بتاعها بياخد منه من الماكس ما كابتو إبراهيم يعني بياخد بيخلي العيبة بتاعته تديله أكتر بعدها توفيق وعدم التوفيق شابراوي وبإسلام رجدي وجده لما شفناه في وجهة تانية جديدة علينا التنادي بيروح للجون وبيجري وبيعنده للحمية فده جهاز فاني اخترم وناس بتبقى عارفة هي الناس بتعمل إيه في الملعب لما بيخسروا أو بيكسابوا في آخر ثانية وان ده الكورة اللي احنا عارفينها وده الدراماتيك اللي احنا بنشوفها حكاة الفنية اللي بتبقى موجودة مع كل فرق واللي انا عايز اقوله خلاص الكلام ده كله ان فيه فرق بتبقى طمعانة انها تكسف يعني طلعته وبتقاتل على الثلاثة من قاتل وفيه انا بتنتج في مستوى انا النهاردة لو خدت بنت من المباراة حالة النفسية بلعبتي المتأخرة بلعبتي المصابة انا كجاز فاني ببقى ستفايد وبقى مرتاح نفسيا فدي نتيجة الاسبوع ده انتاج الحرب يوجونه واسموحوا طلع الجيش كالتشر واحد واجهة واحدة للمباراة ده بيروح مرتين تلاتة على الجول وده بيروح مرتين تلاتة على الجول هم راضيين حتى بيتنفذوا على الحكام بيتنفذوا على الحكام عشان يطلعوا بس بالنتيجة بس هو النهاردة كان في مباراة سموحة طلع الجيش طبعا طلع الجيش الفترة اللي فاتت النتاج يعني مش ماشية على تعادل المباراتين تعادل المباراتين وخص المبارات لكن النهاردة كابتن علي ماهر برضو يعني فجئنا بطريقة النهاردة كان المباراة عنده على ملعبه كان هو الاكتر ساعيا للفوز هو المحتاج يكسب عشان هو سبعة بونت لو النهاردة كسب كان ممكن يبقى في الصدارة النهاردة لعب بتلاتة أربعة اتنين واحد غير طريقة لعبه النهاردة لما لعب بيسر إبراهيم السيد فريد ورجى بنبيل تلاتة وراء ده ما خلوش يمتلك نص الملعب نص الملعب ده اللي بيمس الكوة في سموحة واعتمد على الأطراف محمود معاز والشريف رضا انهم من على الأطراف وخلى وسط الملعب لحمد نبيل منجا واسلام صالح وخلى اتنين محمود السيد وديرك وقدامهم حسام حسن فهو النهاردة طلع الجيش عمل كسافة في وسط الملعب فهي ده اللي ما خلقتش فرص النهاردة عند سموحة النهاردة لو كان لعب بالطريقة العادية بتاعته أربعة اتنين ثلاثة واحد كنا ممكن نشوف النهاردة سموحة ممكن نهدد طلع الجيش في كذا فرصة أو أحدا بس ده اللي أخرت جيش الشوط التاني لما كانت نعلم ماهر حب يحسن تاني بقى البداية اللي هو بدأ بها بدأ يدفع بحمد حسن ميكي في الشوط التاني وأمد أكري وكاناريا ده لعب صاعد برضو كان سموحة واخده من مولين دي كلها تغييرات وجمية عشان يسعى للفوز يكسب لكن خلاص كانت الأمور في صالحة طلع الجيش هي بتختلف الدوافع يعني الدوافع سموحة انه هو عايز يناطح الفرق الكبيرة لو كسب النهاردة كان حيبه في المقدمة مع الاهلي يوصل لعشرة ويبقى في المقدمة فهبتختلف الدوافع هو بيمتلك مجموعة من اللعيبة بيمتلكوا سرعات كريسا قوي بس التجانس اللي بينهم لسه ما جابش نتيجة وبالتالي كانوا مستعجلين كانوا مستعجلين الفوز وبالتالي قبلوا فرقة موقفة صعبة جدا في الدول لعبوا أربع ماتشات ما عندهمش اللي بنتوا واحد ابتدوا لأ عندهم بنتوا واحد اتنين بعد ماتش نهار عنده بنتوا واحد فنازل موقفه صعب و هدف واحد و هدف واحد ما جابش اللجون واحد جابه مدافع من ضربة سابتة فالدوافع اللي عند طلاق على الجيش النهاردة انه يطلع من المأزق ده اللي هو فيه طب السؤال اللي يبقى في الحتة دي يا كفر أمراهيم ما علش فيه أوقات موقفك في الجدول رغم ان لسه بدري جدا على المسابعة لكن موقفك في الجدول زي ما ذكرت يحتم عليك أسلوب لعب معين طبعا يعني النهاردة مثلا طلع الجيش بيبدأ بمحمد بسام اسلام يسري أحمد سامي اسلام جمال عاصم سر أو عاصم اسلام سر آسف عاصم الصلاح و فرانك و محمد رس و احمد كابوريا و عموري و اسلام جمال و احمد جعفر و محمد بسام زي ما حدثت زي ما ذكرت كده بالظبط هم تعلم عن جوم انفسي في أول لقاءات سفر سفر و كان لهم ضرب الجزاء صريحة جدا و بعدين خسره من الانبي تلاتة سفر و بعدين خسره من برمز اتنين واحد و النهاردة بيدخل اللقاء و هو عنده نقطة لو خسر النهاردة نقطة من اربع مباريات كتير فعشان كده موقفك في الجدول ساعات بيحتى بعدك بطارية لمعينة لا طبعا هو انه هذا بدء بعد اتنين تلاتة واحد مقفل نص الملعب جامد عشان كده السموحة ملقاش اي فوصة لاختراق المدافعين اعتمد على الهجمات المرتدة وراء المدافعين طبعا هو ما عندوش المهاجمين الصراح جدا اللي يقدروا ينفزوا الهجم المرتدة بطريقة جيدة و يقدروا يحيزوا هداه والدليل انه في خلال اربع ماتشات ما سجدش اللاجون واحد و ما خدش الاتنين بونت و احنا برضو اتكلمنا مع الزملاء من الفرق اللي منبادر قوي لو ما ما صلحش طريقة لعبه و ما انش عنده مهاجم صريح يقدر يحرز له الاهداف حيبقى موقفه صعب جدا في الجدول زائد غير انه موقفه صعب الاداء يمكن التلات ماتشات اللي فاتت الاداء سيء جدا بالنسبة لطلع الجيش والامكانيات اللي هما اللي عندهم النهاردة يمكن الاداء احسن شوية اللعيب عندهم الحماس و انهم عايزين يطلعوا بنتيجة جيدة وبالتالي يمكن النهاردة الشكل احسن شوية من التلات ماتشات اللي فاتت نتمنى ان شاء الله بإذن الله طبعا مؤسسة احطرمة جدا والقائمين اللي عليها الحقيقة ناس ناس محترمين ونتمنى ان شاء الله يطلعهم العصر اللي هما فيها لسه بدري يعني على الاموم سموحها بيوصل لنقطة رقم 8 وطلع الجيش بيوصل لنقطة رقم 2 سموحها في المركز الثالث 8 نقاط لكن لسه طبعا فيه فرق لسه ملعبتش الماتشاه الرابع طلع الجيش في المركز 16 بنقطة 2 طيب تاني مباراة النهاردة أكبت انشريف بقى أخد هنبدأ بيك على طول تاني مباراة كانت بيرامدس مع الدخلية 3 واحد رغم التعادل كان واحد واحد لحد دياء 87 لكن ادري بيرامدس في دياء 87 ودياء 94 و95 عن طريق علي جبر وعن طريق أفشف انه يحرز ثلاثية وتفاق على الدخلية 3 واحد هو فيه حال احنا دائما بنسفرج على طريق الدخلية فردايا نبقى نقول للتشكيل على طول أنا التشكيل بيرامدس اتفضل قولي انت التشكيل على مهجب اتفضل نعم اهو اتشافش من التشكيل بتدهلناش فرد ما خدتوش تشكيلة بندور على الورق بيرامدس عنده محمد صبحير وبريمو بليديد وإحمد صبر وإحمد بحلح ومحمود ده الدخلية خلينا في بيرامدس مهدي سليمان ورجب بكار عبدالله بكري علي جابر محمد حمدي محمد حمدي ده برضو احنا نتكلم عنه لايب قايد ريد ريجينو ونبيل دونجا ومحمد مجدي أفشا محمد فاروق ناصر منسي وكينو أفضل لاعب موجود في هذا الفريق الفريق ده بيلعب دلوقتي بكورة على حس الناس البرازيلين الموجودين وأفشا ودونجا ومحمد فاروق في الأطراف الحياة اوكي لا لا يتفضل فضل لما أكلم من المخرج ومساعدة ناصر منسي مع كينو احنا نشوف الهارموني بتاع الفرقة دي كلها ان هم بيلعبوا كرة وهم حاسين ان هم فرقة كبيرة يعني يقدروا يحفظوا على بطولة يقدروا يخشوا جوه الصورة يقدروا يعملوا شكل انا مش شايف هذا الشكل غير انا شايف ان تغيير المدربين الحالة اللي هم فيها بتعمل تضارف لو كينو ده مش في حالته او مش في التقلق اللي هو فيه والتناغم اللي هو بيدور معاه على مجد أشفر وعندهم ثقة في الأداء بتاعهم مش حيبوا بهذا الشكل الحقيقة في الملعب انما نقول ايه النهاردة اللي حصل ايه هم كان لهم الصبق ان هم يحرزوا الهدف بوان شكل نحن نوع سابق بخطوة على الأقل حاجة زي كده او يمكن حد بقى غطي يمكن زاوت الرؤية بالنسبة لانا انما انا تشاكك في الهدف اللي هو هدف جميل جداً لو هو مش عصايت دايماً فرقة الداخلية بكل المباراة اللي لعبتها عمره ما تأذين نسمع المدير الفن الداخلية نسمع المدير الفن الداخلية كابتن عالي عبدال مساء الفل فل كابتن سيد ازاي حضرتك تحيات كابتن إبراهيم وكابتن شليف وكابتن سامر حضرتك تحيات سليم كلهم كابتن أكتبها طبعاً طيب كابتن عالي يمكن اكلمني على مباراة بيرامدز الأول قبل ما عندي بعض النقاط كده عايزة نقش حضرتك فيها لكن كلمني على اللقاء ورقية حضرتك بعد اللقاء ما فيش يا كابتن سيد احنا أنا من وجهة مظهر قاتلنا لقاء قوي مع فريق قوي مكون يعني من الأفضل أفراد اللعيبة في التوري المصري هم لعب أجارة مختلفين طبعاً وعالي ومع ذلك كنات بقوي لهم يعني تقدر إمكان دفع في المسيح اللعب عندهم ممكن عندهم استحوال ثم عندهم استقاف الأداء وعندهم بلايجة حوائية ومع ذلك طبعاً لايجة أويجة إنما يتحسب لنا لأننا بعد ما دخل هدف فينا ولو شفت الهدف يدخل فينا أصدقى 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 بعد ما يستشف لنا لهدف في الشوط الأول ونشأ المغروبين لذلك هنرجع تاني جهة عادل والهدد مرماهم بقرة إسلام مجابل لو استم بيها ولعبها في وراء البجر اهو احنا تدقوا فكان ممكن يبقى الهدف الثاني لنا قبل ما هم يحفظ الهدف وبرضه عايز راجع برضو الهدف الثاني اللي دخل فينا مثل كرة فاولة كتسبايت يا ريت لو عندكم الاعادل للهدف لا سألت علي جابرة ده حسين راجب ازاي يا جماعة يعني يعني بين او واضحة او الراجل حسين راجب معه ام علي جابرة ام زاقه باديل اتنين الراجل وقع جوا الثمنتاشر وطلع علي جابرة اجاب الجول يعني في حاكم خامس وفيه ليمان وفيه حاكم ملعب ام ازاي ما تتشافش ده كتب تستيب معلش لو عندكم عدوه هو للأسف والله ما عندناش هوه ما عندناش هوه للأسف ام فاضح اللي كنت عندك والهدف ده في الهدف الثاني وبعد الهدف الثاني اللي دخل فينا ده في الهدف الثاني احنا احنا هددنا مرمى بيرامت كورتين والمجلس المانشالك ورامل على من على السحل العرضة وقال ممكن بقى نتعاجل سمع الهدف الثاني صلاتي يعني خاطف فردي برضو والله ما عندنا وقف لو ما بالمقصود ان انا موقفش فورا روضها اه 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 اصر عمسيدة وحنا السراق اللي هم حالي بمقصد ثواني الأسيرة فأصر ديان ما المجمل فريق يطلد عن عدو كنت العب فو ادرنا اللي احنا نكون نادس بسببه من نتيجة ثلاثة ما نتعطرش سر المباراة او اللي حصلت من وراء الهدف الثالي جافل ديانة 95 طيب بمناسبة امكانيات الفرقة او الكلام على الفرقة مش شايف ان انت محتاج تدعين في يناير وخصوصا كمان في حتة او منطقة الرأس الحربة يعني طبعا ما احترامت كل الناس اللي موجودة ولا وجهة نظرك يا كابتل علاء بعد اربع اسابية لا اكيد محتاج يعني هو في حسن الرجال ومعندش حسن باولو حسن باولو جاي مكانش جاهز مكانش عمل فضل اعداد لسه مجهز برضو ان المباراة المطالحة كابل حول نجاهزه واحدة واحدة انما محتاج وفعلا تدور على مهاجم خويت سواء مصري او او اجنبي لاني بابدر مش هاجب اي حد اجنبي يكون اعلم اللي عاجب يعني اتعرض على مهاجمين ان اثار كتير بس انا شايف ان كل اللي جالي مكانش على المستوى اللي هيزود فلازم تتقنى في الحتة دي اللي لما يجيب مهاجب على مستوى ان شاء الله طيب كابتن علاء عندك المواجهة الجاية طرعي الجيش ولا عندك مواجهة جاي مين لا عندنا الجونة في الجونة ان شاء الله يمجوا معكم الجونة في الجونة مطش صعب مطش صعب مطش صعب كل مرات صعبة كنت تتعيد يعني كل الفراب في شكل متميز الدولة المطرقة ربنا يكلمنا رب ان شاء الله ونظر نحايا نتجا جبائل مورا انت فين انت اي الصد اي انت في الساحل ولا ايه لا والله اذا انا في الشارع طيب كابتن علاء كل التوفير لحضرتك كل التوفير في المبارات اللي جاء ان شاء الله احنا شكرا جزيب تفضل اكتنا شكرا جزيب ما فيش انا كل اللي بياخدني على فرية الداخلية الحياة في فرقة بيلاعب فرية برمس دايما عندها احساس انها اعزة تكسب بيتهاجم بكل خطوطها بتعمل تقارب بين خط روس الملعب بين الدفاع وبين الهجوم عندهم لغة تقدر تخليهم في الملعب بيقدود حيث ان هم عايجيبوا جمفة واحد تحلوكات ناس كتير متميزة وعندهم خبرة في الملعب دايما كانوا برازلين او مصريين اللي وخدني بس فرية الداخلية انها على طول بتستنى لما يجي فيها جول وبعدين تبتدي رد الفعل في كل المنشاط كده كانت نريم يعني انا مش عارف لغاية امتا هيفضل هذا الوضع مش مع التدعيمات بس ان هو بيطلب تدعيمات من لعيبة لا انت شخصتك كمدارب كويه جدا بتقدر تكلم مع لعيبتك بتنا حس ان نص ملعقة كرة بس عادين كرة تعجي عادين يعملوا اي شكل انما ده وضع طبيعي جدا في الداخلية انه يكون فازا موقفين بس اشوف سياسة الناد الداخلية كابسايد طيب استاذ انك اخذ التليفون ده ورده كابسايد طيب افتكر نقطتك ما تنساش معنا التليفون كابتن محمد عبد الكريم المدارب العام للنادي سموحها مساء الخير يا كابتن محمد خير عليك وعلى كابتن محمد طبعا كابتن وحشني وكابتن شريف وكابتن اسامة طيب كنا نتكلم من كابتن محمد في نقطة يعني سموحها مش عايز اقول غريبة لسه بدري جدا في الدوري لكن سموحها بيتفوق باداء بنتيجة بلاعب بكل حاجة مع مصر المقاصة مثلا مع ام بي لكن بيتعادل مع نجوم F-C وبيتعادل مع طلق الجيش والاتنين على ما لعبه يعني المبارسين كمانه على ما لعبه تفصل ليه موجهة نظرك انتوا انتوا لفو المطبخ والله كتبسد فهنا احنا مستهربين احنا كتبسان بذن مستهربين العبنا المقاصة فاول الدور الحمدلله ربنا كرمنا وعملنا اداء كويس وبعدكده مطش بيبسي سرق الديبسي لسه صعضة نجوم F-C جوم عملوا بيدعابوا كلهم يعني عارف انت الفرقة اللي يعني الصعظيم يبقى عندهم رأى عالية قوي اه وانت عارف لعيب الماضي تطلع من مكسة فالماضي اللي بعده بتبقى ايه يعني فيه ثقة زيادة شوية اه طلعنا ماضي اين بالحمد لله عملوا براك ويسا وكتبنا سربونت النهاردة لحد ما احنا اه مش راضين عن النتيجة اه ولا الاداء اه ورغم كده احنا وصلنا النهاردة حوالي 3-4 فرص اه عملنا تغييرات كلها هجومية يعني كابتن علي العيدنا بنك فيرود وذيريك وحسام حسن وومد اوكري اه بس الحمد لله من نهاردة بنواع البونت برضو اه الدورة لسه بدر اه وقتنا سيد طبعا الدورة صعبة اوي اه اه كل الفرق كل الفرق منظمة وكل الفرق دعمت ان شفت الانتاج والجونة وشفت انبارح المصري والاتحاد وشفت النهاردة برامد وبداخلية فالدورة صعبة اه وقتنا سيد اه الملامح الدورة كلها مش هبان غير بعد عشر عشر مباريات يعني اه بس هنقول لي الحمد لله النهاردة عن نتيجة انك انت مخسرتش اه تثيرت الجيش النهاردة جاية في ظروف صعبة جدا طبعا اه جايين معسكرين بقالهم يمين في فيسكندرية عندهم بنت واحد من 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 تلات مباريات مغلوبين موتشين ومتعدلين فجيين هم متحفزين هم هم جايين اهم حاجة ما اخسروش اه احنا بيقول ان بيرمز الفترة اللي جاية اه فيه فيه يعني المستوى بيعلى اه مش بيرمز بس في كل السرق يعني فكل الاسابيع اللي جاية هتبقى اه احسن ان شاء الله تبقى كويسة للفرق السموحة بس انا بكت سايد عندي دعليه بس النهاردة النهاردة الصفارة كتير اوي النهاردة احنا ملعبناش يعني الكابتل ورين نور الدينة ونحبش الكلمة على التحكيم اه الصفارة كتير اوي في الملعب ملحبناش نلعب احنا متشوف في الدورات في اوروبا مثلنا وفينا الماكورة توقف لا لا لسه ودمنا فترة طولة اوي يعني عشان نوصل الموضوع له صعب وصعب او كتنسايد والله وعدين نبقى راحين بهجمة وقفنا خمسة عشر دي اعشان نوصل رب مية احنا مش في الفريقيا كتنسايد يعني الجو احنا في اسكندرية والجو كويس فالحمده اللي طبعا نتمنى بس كتنا سمع فتح الحاجات دي اريت 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 زي ما انت حاجتوا احنا قدامنا كتير اوي تابو ليه احنا عندنا 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 دوري منتظم دلوقتي وعندنا شركة راعية عندنا حاجات كتير اوي فلازم الياجابيات دي لازم اريت احنا ناخدها من برع طيب عندكم مواجهة مع يعني النادي بيرامدس هو طبعا المسمى القديم كان الاسوتي انتو كنتوا متولين المسؤولين انت وكابتا عالي ماهر وكل الجهاز في الاسوتي شايف اللقاء ده ازاي من وجهة نظر يعني مش عايز اقول نفسية فنية كمان لا هو هو الفنية طبعا احنا بنحترم كل الفرق كل الفرق الدور بنعملها حساب بنحترم كل عشان تحترم عشان تكسب الفرق كابتن سيد وانت طبعا احنا ربنا على كده في المدر اهلي نجم نحترم الفرق احنا بنحترم كل الفرق مباراة صعبة للفرقتين احنا عندنا راحة بكرة وحنبدأ من يوم الثلاثة ان شاء الله استعداد للمباراة وان شاء الله نجهز لعبيتنا ان شاء الله لمباراة في يوم الحد كل التوفيق خلاص شكرا كابتن شكرا جزيلا كنازم يقول اللي اعنا عديمشي الاسوتي دي فرقة جديدة خالص كل الصفقات اللي عمل اتفضل كابتن مشودي في كامل لا انا كابتن سيد وانت سيد وانت كنا تصرحات كابتن على المنطقية فعلا يعني هو الداخلية انت نهار دا لما بتحدد هدافك قبل المصابة الدوري انت عايز تبقى بتنافس ولا عايز تبقى في المربع ولا عايز تبقى في المنتصف الجدول ولا عايز البقاء في الدوري هو طبعا الواضح من تدعمات النادي الداخلية انه هو البقاء في الدوري ودريعا كده انت نهار دا لو شفت ما احترامي كل التشكيلة بتاعة النادي الداخلية انا ما عارفش فيهم غير محمد صبح هو دا العناصر الخبرات اللي فيها او حتى لو تم تدعمات دايما بتلاقي الداخلية بيتم التدعم من الدرجة التالية بيتم عندهم سقف في حتة النادي ما هي سقف تطعه دا عشان كده تصراحات الكابتنا عليها هي منطقية هو دايما هدف الداخلية البقاء في الدوري فالنهار دا حتى بقولك احنا في المباراة كنا نبدأ فهو دا السقف طالنهار دا عشان تدعم تنافس لازم تشتري والدعم ولازم تسرق طيب اوكي يبقى البرامدس بيوصل لنقطة رقم 10 متساوي مع الاهلي في النقاط لكن الاهلي عنده 6 اهداف عليه هدف برامدس له سبع اهداف وعليه ثلاثة يبقى الفرق للأهلي خمسة برامدس اربعة لسه كمان زمالك عنده سبعة لسه عنده لقاء مع نجوم او نجوم في سي او اوكي هنشوف اللقاء هي يخلص على ايه برامدس عشر نقاط والداخلية توقف عند اربع نقاط بس ما تنساش ان برامدس عشان يعني عمل صفقات قوية جدا مجموعة برازيليين يمتلكوا الحلول الفردية والحلول الجماعية كينو ده عنده حلول فردية عالي جدا مقابش عنده حلول فردية عالي جدا عنده راجع بكر ومحمد حمدي التلاثة عربعة خطوات الاولانيين الاسبرينت بتاعه محدش بيلحقه عنده مهارات فردية عالية وده بانت في الجن الاولاني اللي جابه النهاردة فات من تلاثة عربعة العقيبة قبل ما يعمل الوان تو وذا كان الجن اعتمد على الدقة قبل القوة عندهم مجموعة متميزة جدا وعندهم ثقة في النفس المهارات الفردية عندهم في السيطرة في التمريج في اخذ المساحات حاجة ما تحسش ان انت بتتفرج على ماتش عربي ماتش اجنابي لغاية اخر وقت بيلعبه عندهم الحلول في الضربات السابتة مين اللي بيقدر ينفذ الضربات السابتة مجدي افشة علي جابه في تسجيله لجنوكورد برغم ان الكابتن علاء بيقول المفاوج انما يعني انا بتكلم على برامز ان عنده حلول في كل الحاجات سواء في الضربات السابتة او في الاختراقات من الجنب او في الحلول الفردية عندهم حلول جنبة جدا انا بقول ان برامز السنة دي برغم ان هما دايما بيقولوا لا احنا هنشارك بس لا حينفسه ومش على المربع حينفسه على المراكز الاولى لو فضلوا بنفس القوة دي وبنفس الاداء ده حيكون ليهم باع في المنافسة على المراكز الاولانية على المهم هما طبعا امكانها شفت الاختراقات كدهنا النهاردة في تطور في الاداء هنشوف الموضوع هنوصل لفين في المباراة اللي جاية وكل مكانة المنافسة قوية بتعود بصالح الدور المصري وصالح الدور المصري وقرى المصري طيب كابتن اسامة ناخد مباراة الاخيرة النهاردة اللي هي مباراة الجونة والانتاج الحربي التعادل 00 اللي شهدت حالة غريبة شوية طرد اللي تنيه صراحة فرية الانتاج الحربي والجونة ماشيين بخطة سابتة من اول الدول ده دليل عن فيه استقرار فني من بداية الموسم كابتن مختار مختار هو اللي بيكمل الموسم من بداية الموسم اللي فات والموسم ده البداية معهم الكابتن مختار نفس الكلام برضو بالنسبة للكابتن شام زكري هو اللي كان متولي الجونة في دور الدرجة التانية هو اللي صعد بيهم وده فكر برضو صحيح يعني اعتماد ومدينه السقة التدعمات هنا والتدعمات هنا جيدة جدا عجبني جدا فرقة الجونة تحس ان فرقة يعني بدنيا قوية جدا وقف على رجلهم فيه محمود الشبراوي فيه احمد عيد عبد المالك عندهم مفاتيح لها بكتيرة فيه احمد مجدي فيه اسلام رجدي فانت النهاردة لما بتفرج على الجونة سواء بتلعب على ملعبها او خارج ملعبها لا يعني ممكن تحس انها ممكن تتهدد فيه وقت وتجيب جونة عجبني السقة اللي عند اللعيبة بالرغم انك انت النهاردة بتلعب لأول مرة في الدور المتاز من دور الدرجة التانية لا بس اللعيبة يعني عندها السقة وعجبني جدا الكابتن شام زكري طبعا الكابتن مختار مختار يعني من مدربين لنا بيعجبوني جدا في الدور مدرب بيلعب كرة هجومية ما بيقفلش وبيلعب دفاع بشكل مبالغ لا بيحب كرة هجومية وده طبعا كابتن مختار النهاردة لو كان الانتاج الحرب يكسب كنا نشوفه في الصدارة النهاردة مع الاهل برضو عشر نقاط لكن النهاردة والنهاردة برضو التعادل يعني هي النتيجة العديلة للمباراة صراحة الجونة كان الانتاج الحرب الشوت الأول ده يعني هتحس ان برضو الجونة في الشوت الثاني برضو ظهرت له فرص كموكن نساجلناها فالنهاردة انا اعتقد ان النتيجة العدلة هي التعادل ما بين الانتاج الحربي وما بين الجونة طبعا كابتن إبراهيم يمكن انتاج الحربي الشوت الأول كان يعني لهم لقطتين كانوا سهلين جدا 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 يعني يعني اتحت له فرصتين اعتقد انه لو كانوا واحدة فيهم جات كانت ممكن تغير من سيناريو اللقاء خالص يعني لكن المباراة بتشهد طرد التمقصر الاتنين المدير الفنيين اتنين المدير الفنيين يعني اولا الاتنين ليه هم ابتدوا يعترضوا ان الاتنين المدير الفنيين نزلين الاتنين يكسبوا عشان كده الماتش طلع مستوى جيد جدا من حيث الأداء الحقيقة من الماتشات الجيدة جدا في الدوية العام لغاية دلوقتي لان برغم من ان الجونة سبعتاشر صفقة جديدة يعني انا بحيي الكابتن هشام الحقيقة لمسك الجونة انه قدر بسبعتاشر صفقة جديدة انه يعمل منهم التجانس القوي ده وانه يلعب على المكسب مع فائق طلع من الدوية يمتازه وعايز هو يغرر السيرة ان اللي صاعد هابط لا اللي صاعد هابط الامور دي ما بقيتش ما بقيتش هتمشي السنة دي لان كل تقريبا الاسعادين يعني مش كلهم ابتدوا رجليهم تثبت في الدوية بحيي الحقيقة شامسة كرية عمل مجموعة جيدة جدا وضيع اكتر من فرصة والانتاج كمان ضيع اكتر من فرصة لان زي ما قال كابتن مسامة المختار بيلعب للهجوم ودي ميزة عند مختار في كل الماتشات ان ساعة ما مسك وانا بحيي برضو الادارة في الانتاج انهم ابقوا على مختار لا 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 الاستقرار الفني مهم جدا لانه حافظ اللعيبة بيقدر الصفقات اللي بيعملها بيجيبها على حسب الحاجة بتاعة الصفقات اللي عملها كلها كلها جيدة القطوب بتاعة كلها متنسقة علشان كده الماتش طلع على مستوى جيد جدا حيشان بيسعى للمكسب وهو الانتاج بيسعى للمكسب عشان كده اللقاء كان اكثر من جيد طيب كابتن شريف الانتاج اللي هو كسب كان يبقى اوصل لعشرة ومواجهته اللي جاي مع الاهلي خلي مالك وقلقات الاهلي مع الانتاج اللي قاد في منتهى المدية ومسيرة جدا ودايما بتاعة وكمان مع كابت المختار مختار دايما عندنا مشاكل مع كابت المختار كابت المختار من المدربين المتميزين جدا اللي هو يقدر يصنع فريج شكل في الملعب لكن بره الملعب انت حبيبك بره الملعب هو حبيبي طبعا هو حولك على حقي كابت المختار من الجديد علينا من قام بتروجيت وانا عايز اضيف لأسامة وكابتن راهيم فريط بتروجيت عالفرقتين دول حقيقة بدفولنا السنة دي حقيقة طالح كابتن طالح همير شكل قوي جدا يعني انا حسس ان الثلاث فرق دي هم اللي عندهم الشكل اللي احنا كل المباررة نشوفهم وطلعين نازلين رايحين جايين مهددين كل الفرق اللي بلعبوهم يعني عندهم شكل الحقيقة الفوز داي لا صراحة انا آسف بس يعني انها وبسط للجدول كده هضيف معاك كمان يعني اللي جونة حلوة جدا زي ما انت ذكرت ومشان عظم عن انتاج الحرب وانتاج الحرب وانتاج الحرب وبيتروجيت حلووي لازم يبقى شكلهم كويس زمالك لازم بشكله كويس اسماعيلي لازم شكله كويس التحاد اسكندرية سيد البلد بفرقة صحبة بلد بحالها بجماهيرها بكل حاجة لازم تبقى فرقة كويسة وعودة الجماهير كمان وعودة الجماهير كمان ياريت هنشوف بقى حاجات جميلة فارجع تاني المردودنا على فرقة انتاج الحربي ما بيبخلش كابتن مختار بفكره وخبرته عن اللعيب واللعيب صحيح حيث ان فيه اللعيبة بتلعب للمدرب اللاعب بره او للجهاز الفني اللاعب بره متفاهمين في كل حاجة فكويس جدا زي ما كابتن براهيم قال على فرقة الجونة ومدربها ان هما بيقدوا بهذا الاداء الحياة اللي بيقدروك انت بينرفزوك حتى في الملعب يخلوك تبقى عندك رد فعل ازاي الفرقة امكانيات ان انا اروح دايما وعندي من الخبرات مختار عنده اتنين قدام كنا بكلم انا وابراهيم على الراجل اسم ويليام الكوركين ده حاجة قوية جدا عنده مفاتيح تخليه موجود داخل الملعب دايما مهدد اي فرقة انه يقدر يخطف منها سبس نقاط ولو حتى ان كان اي فرقة كبيرة زي نادلالي اللي هيعبها مكانش مركزة واخدبها من مفاتيح الفوز بتاعة الانتاج الحربي فاحنا بنحي كابتن مختار وزعلين عليه ان هو طلع نهاردة بس الشبع وجود في مطل الاهل اه الشام زكريه جديد علينا نيو كامير زي بيقوله يعني انما كابتن مختار نسميه شيخ المدربين دلوقتي في الدور شيخ المدربين واقدر مدرب خلي بالك مصري اه 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 فاحنا طبعا ما كناش نحب حاجة زي كده عشان كده هو هو النهاردة راح يلعب الاهلي فكان نفسه النهاردة في السلاسنة قاد يقتنس السلاسنة قاد طبعا ما يفوش الاهل لو كان يكسل نهاردة بعشرة عشرة يعني يعني راح يبقى يقسم يتعادل يتغلب معالك سكيوز بتاعه والحاجات بتاعه متبر وجه اه على المهم الجونة هو الانتاج التعادل السلبي سموحه وطلع الجيش التعادل سلبي وبرامدس مع الدخلية 3-1 لبرامدس يبقى جزول الدوري ولسه بقى الفرق ما لعبتش لحد دلوقتي الزمالك في مواجهة مع نجوم افسي بكرة ان شاء الرحمن وبعد كده هيبقى فاضل اه يبقى كله تقريبا لعب اه كله يبقى لعب اه الاهلي في الصدارة 10 نقاط ببرامدس 10 نقاط فرق الاهداف للاهلي سموحه 8 نقاط الزمالك تاج الحربي 8 نقاط امبي 6 نقاط بيتروجيت 6 نقاط الاسماعيلي 5 نقاط المصري 5 نقاط الاتحاد 5 نقاط الجونة 5 نقاط ماولين العرب 4 نقاط الدخلية 4 مصر مقصة 3 النجوم افسي نقطتين وعنده مباراة بكرة مع الزمالك طلع الجيش نقطتين حرس الحدود نقطة وودي دجلة نقطة هنطلع فاصل وبعد كده هنتكلم على مباراة الزمالك او اسف نتكلم على مباراة الاهلي وكمبالا سيتي بعد تقريب اللي جاي بإذن الله اشتركوا في القناة وصل فريق الكرة بالنادي الاهل استعداداته للقاء المرتقب مما كابالا سيتي الاوغندي الذي سيقوم مساء ثلاثا في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا والتي يسعى من خلالها تحقيق الفوز وصدارة المجموعة التي يتربى على عرشها حاليا بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية على حساب تراج التلوسي في عقر داره ملعب رادس والذي من خلاله أعلن الأحمر صعوده لدور ثمانية الفرنسي كارتيرون قام باستدعاء القوة الضاربة للفريق عقب الانتهاء من لقاء الحدود والذي شهد إراحة بعض اللاعبين خشية الإجهاد مثل أحمد فتحي محمد الشناوي بالإضافة إلى الجنوب إفريقي باكاماني ومومن زكري والذين غابا على المباريات الأخيرة كما اطمأن الجهاز الفني على جاهزية وليد أزارو لقيادة يجوم الأحمر في مباراة كامبالا بعدما تعرض لإصابة بالوجه خلال لقاء الحدود الأخير الجهاز الفني للأهلي بقيادة كارتيرون حرص على تحفيز اللاعبين من أجل إسعاد الجماهير التي ستملأ مدرجات برج العرب ركز مع اللاعبين في التدريبات الأخيرة على كافية استغلال الفرص لعلاج أزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين من أجل تحقيق فوز طيب يساهم في تربع الأحمر على صدارة المجموعة هي المكانة المفضلة للفريق في أية بطولة يشارك فيها وسط جماهيره العاشقة للفانلة الحمراء يفتقد الأهلي في مباراة ثلاثاء لجهود ثنائي وليتلمان بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في لقاء تراج تونسي الأخير وأيضا ميدو جابر الذي ما زال يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة وادي رجلة وحرمت أيضا من التواجد في مباراة الحدود الأخيرة لاعب الأهلي في معسكر الفريق ببرج العرب بقيادة المخضرم حسام عاشور أكدوا على جاهزيتهم ومنافسة بعضهم البعض لنيل شرفي تبثيل الأحمر في لقاء كامبالا سيتي والتي يعتبرها الجميع خطوة طيبة نحو العودة لمناصة التتويه الإفريقي والغائبة عن القلعة الحمراء منذ خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر مرة تانية والجزء الأخير من حالة نان الملعب الأهلي هو اللقاء الأهلي مع كامبالا سيتي أهدف الأهلي من المرحلة وأهدف الأهلي من اللقاء الأهلي متصدر المجموعة بعد فوزه الغالي جدا على الترجي في تونس كانت شريف اللقاء في المنتهى الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وما حدش سيسهله كان بلا سيتي كسب تونشيب بواحد سفر خلاص الفرع لحيدة لكسبتك الفرع لحيدة لكسبتني مرافو عليك لكن كمان ما عندهش أي عصبية في أداة ولا تنشانة كده كده مش صاعد انتهى الأمر بالنسبة له فده صلاح زو حدين صلاح أنه لا عندهش أمل صحيح لكن هيلعب بارتيحية جديدة جدا قدامك سيكابتن الماضي اللي فات اللي هو كذبنا فيه اتنين هناك ده في عرضه هو جنجيين يستقروا معنا هم شايفين نادي الأهلي وحاسين بقوته وعارفين ومسلمين الوضع إيه لأن جالك ضربة الجزاء راحت ضربة الجزاء إيه لأن حصل لك إخفاقات في نص الملعب عندك وحاسنتين لعيبها مش قادرة رجلية تشيلها فيه أيام كده احنا علينا بننزل الملعب رجلنا بتتعل هفتايم الأولين حالة بتحصل حالة من الصفر من تغيير الجو ومن تغيير أي حاجة ممكن أسامة عرب واحد فينا لسه مخلص حيات الكورة دي بحسيت بها انت قريب قوي وانت بتلعب ما زلت انت يعني تقدر تحس بها وتحسس الناس بها إنما الفرعة شاطت شوطة وجالة ضربة الجزاء على ما أعتقد مش يهو ده الماضي اللي فات اللي احنا يخسرنا بيه مزمون كورتين من 15 كورة جات لك مي دو جابر ممكن نحطها بكماني ولي سلمان ممكن نحطها زاير بتبصها لي مش عالك فيه مفيش شكل غريب قوي كبسيط في المباراة مفيش أنياب للفرقة دي خالص إنها تبشر إن المباراة تطلع بـ 2-0 ولو كنا من عجائب الدنيا إن احنا المنشي ده الألي يتغلب فيه 2-0 وتطلع بهذا الشكل احنا أهم حاجة عندنا إن احنا لازم نفسنا عشان أنت تكون معلش دارة المجموعة مباشر بقى نقابل الفرق اللي هي مترشحة زيك زي الوداد وزي مزيمبي كل الفرق دي فرق قوية ورزدة على أرضها مش زي الفرق دي السهلة اللي احنا قابلناها طيب ده في الإطار اللي هو الهدف من المرحلة لكن لو حابها كان في حتة فنية كتن برهيم خاصة باللقاء لا هو أولا الفرق دي ما تخوفش أنا شايف إنها يعني احنا ما قدناشت الأداة الجيد قدامها هناك وزي ما بيقولش ريف اللجوان اللي دخلت كلها عشوائية مش عن طريق هجمة منتظمة معانا أو هم عندهم تنظيم هجومي جيد جدا أنا شايف إن النادر أهلي إن شاء الله بإذن الله حيسعى يطلع المركز الأول لأكثر من سبب أولا نحن عايزين نتجنب إن نحن نقابل الفئة القوية في دوري بعد كده تأجل المواجهة نأجل المواجهة للآخر مش خايفين منهم إنما طبعا البطل ما يخافش من المواجهة معانا طبعا عايزة أخو بطولة وفركة يواجه كل الناس تأجيل تأجيل إن انت تواجه ما زيمبي والوداد للآخر يبقى أحسن يبقى الهدف عندك الدافع إن انت لازم تطلع الأول يبقى لازم يبقى طريقة هجومية يعني إحنا تنعيشنا قبل ما نطلع على الهوى لازم نلعب أنا عكباني أول روح الجماعية اللي فيك لازم نلعب شطف يعني أنا أنا دخلت عليهم أخذلي يا زمير كده الكاميرا بعد إذنك أنا دخلت عليكم أقولك اللي حصل بس ليه 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 بتاكلوا إيه بقى ليه 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 مزجين بعض بيوروا الفتحة وعجبني الموضوع وفي الفتحة تاكلوا مانجا الرجل دا بيرشين فضلك نتفق كثير نحنا نلعب بطريقة جمية من البداية علشان نقدر السخط قاتل اللعيبة تيجي ونحن نقدر نحق المكسب من البداية علشان نقدر نتعافل النادي الأهلي مضغوط بأكتر من بطولة بإدخل فيها البطولة الأفريقية البطولة العربية وكتولة الدواء العام ومطلوب من النادي الأهلي الإنفس في التعالي البطولات فبالتالي الدوافع عام دكتوريا أنه يطلع الأول عشان يأجل زي ما انت قلت كده إن احنا نقابل الفئة القوية في الآخر عشان نقدر ناخد نفسنا شميع طيب بعد السؤال اللي جاء هتكلم بالأسماء بقى يعني بأسماء الفرق اللي ممكن لو إن شاء رحمه الأهلي بإذن الله يحسنها بإذن الله كابتين أسامة عودة اللعيبة خلي بالك في حاجة نفسية في الفرق حتى لو ما شاركوش فني بالفعل في الملعب يعني عندك في المعسكر وليد سليمان عندك في المعسكر أحمد فاتحي عندك في المعسكر حسام عشور طبعا وليد عنده أنظرين بس أنا ما فيوش حاجة تعوقه يعني أوكي الخبرات اللي بتبقى موجودة الخبرات اللي بتبقى موجودة في الملعب حتى لو ما لعبتش من البداية بس بتمثل حاجة بالفرقة كابتين أبراهيم كابتين شريف أنتو عرفينا وإحنا كلنا حسلها قوة المعسكر شخصية الأهلي الناس بتبقى حساب بإيمة الماتش كلمنا على الجزائي دي كابتين مساء أنا بس عايز أرجع بس الحتة فنية في اللقاء كامبالا سيتي كارتيرون مورات ودي دجلة كان جرب طريقة 4-4-2 وهو كان قال في تصرحاته أنا ممكن أجرب في مباراة طبعا ما احترامنا حرس الحدود حرس حدود لكن قال ممكن أجرب الطريقة دي في مباراة حرس الحدود هي 4-4-2 ما أدرش أجربها في مباراة كامبالا سيتي وهي يعني مدتش الأفضلية للناد الأهلي كان الناد الأهلي ظهر بشكل برضو يعني ما كانش كويس بسبب طريقة 4-4-2 فعلى ما أعتقد هو في مباراة كامبالا سيتي يعني هيبعد عن طريقة 4-4-2 هيلعب للطريقة المعتادة بتاعت الناد الأهلي هي 4-2-3-1 دي اللي بتخلق الاستحواز والفرص للناد الأهلي فهو ممكن يرجع للطريقة دي في مباراة كامبالا سيتي طبعا اللعبة الكبار في الناد الأهلي على مر العصور ببا دايما لها دور مهم حتى لو أنت مش أساسي وموجود في التشكيلة الرئيسية لكن ليك دور برضو مهم خارج الملعب من خلال الاجتماعات دايما قبل المباراة تحفيز اللعيبة لم اللعيبة مشاكل دايما اللي بتظهر فده دور اللعيبة اللي زي شريف إكرامي من العناصر الأديمة في الفرقة من كبات الفرقة في عندك حسام عشور من اللعيبة الأديمة جدا برضو من كبات الفرقة في أحمد فتحي يعني أنا مش عايز أنسى بس اللي أسماء يعني وليد سليمان محمد نجيب محمد نجيب سعد سمير في مؤمن كمان في المعاصر مؤمن برضو لأن أسماء النهاردة تم استدعاء ورغم أنه كان يعني الفترة الفاتت كان بعيد شوية ولكن النهاردة بس أنا عايز معرفش أنت تتوفقوني ولأ كلكو حتى يعني ناخد رأيك في الحيطة دي أنا عايز مؤمن نفسه ينسى حتة أن أنا تم استدعائي في المعاصر أن أنا ما كنتش موجود أساسا في المعاصر أن أنا ما كنتش موجود في القيمة الماتش اللي فات ولا اللي قابله لعيب الكورة معرض لكل الحالات كبتوهيم حالات لا أنا يعني أنت تأكيدا لكلامك أنا ساعت وأنا بألعب أنا حس أن الماتش الجاي أنا مش حابة في الحدوش أول واحد في التنمين وبقدي أكتر من أي واحد بيقمار وأنا عارف أن أنا احتمال 90% مش حبتدي الماتش بس لازم أبتحت أم الجاز الفاني ممكن يحتاجني في أي وقت وفعلا أيام كان فيها وقت أنا عارف أن أنا مش حنزق بينزلني 25 ديئة لأخاني 25 ديئة لازم الناس تتكلم عليه فبالتالي زي ما أنت بتقول لازم لواحد يبقى تحت أم الجهاز الفاني في أي وقت يقدر المطلوب منه كلاعب في التنمينات ووقت ما يحتاجه الجهاز الفاني بيقدر يقدر يقدر المطلوب منه وخاصة كمان انت النهاردة الموسم طويل جدا نحنا بنقول أطول موسم كرو في العالم كله هو السندي في مصر انت النهاردة مشترك في بطولة أفريقيا والدوري والسوبر وبطولة عربية وسوبر المصري وكاس مصر وكاس مصر انت النهاردة بطولة أفريقيا هتنتهي النسخة الجديدة هتبدأ في شهر 11 مع ضغط الدوري فانت النهاردة كارتيرون بيقولك أنها اعتمد على 25 القايمة كلها ده بالعكس أنا في السندي كان يعني من الحاجات اللي كنت أفضلها أن قايمة الناد الأهلي تبقى 30 نظر النهاردة مشترك في كل بطولات وكان لازم يسعليها الناد الأهلي كل المطئلندية اللي بتلعب في بطولات أفريقيا كان لازم السنة دي يبقى القايمة بتاعتها 30 وتبقى تاخد الأفضلية دي في القايمة بتاعتها نهاردة 25 لو احنا بصينا على 7 وعملناك كمان وعملناك إصابات طبعا إصابات انت النهاردة لو بصيت على 6 المباراة اللي ندلها اللعب الشهر دوت هتلاقي في 21 لاعب شارك فيهم يعني أنا كتبتهم بالأسماء من اللي شارك لقيت 21 وعشرين ممكن يكون في أسماء كمان ما كتبتاش لكن واحد ده نسبة كبيرة جدا يعني عملية التدوير السنة دي وروتيشن اللي هتم في الفرة هتم بشكل دايما مستمر كل مباراة هتلاقي فيه طبعا عندك قوام رئيسي للفريق انت بتبني عليه ممكن تلاقي المباراة دي 3 عناصر بيخرجوا فيه 3 عناصر موجودين مباراة حرس الحدود لقينا 7 عناصر جداد عن مباراة دجلة دخلوا انت حضك كويس أساما اللعيبة اللي عندك بتقدر تدور نفسها جو المرعب كمان فيه مسمة الجواكر شمعا يعني نعمل تفتح تلاقيه في النص أي من أشرف عندك تعويدي في النص وعطرفه ممكن تقدر تقدر يعني هي دي بس اللي شايلهاك الحكاية الحد يعني الناس اللي وراء دول هم اللي شايل فيه الفرقة لحد دلوقت التطعمات ده هتنصر ماهر والناس اللي هي بتبقى جاية فأكرم توفيق كمان من الناس اللي هي بتتحط دلوقتي في بغرة تدوق انه زي ما كان كبساب بتكلم دلوقتي يعني هم دول اللي شايلينك بس انما انت حالتك الطبيعي انت في مشكلة كبيرة جدا الحقيقة من إصابات مش رحمة كمان تبتخرج من كل ماتش خصفان يا بالإنذارات يا بالإصابات فكمل بقى فالهاردة كمان يعني برضو من الحاجات كويسة الناد الأهلي بلعب المقرأة الفاتت في اسكندرية أمام حرس الحدود انت عندك مقرأة كامبالا سيت برضو في اسكندرية فعندك فرصة انك تعسكر برضو في نفس المكان ترأي تقدر تدي راحة أكبر للعيبة فترة الاستشفى تبقى أفضل للعيب فطبعا احنا بنوضع الكرترون واللعيبة طبعا يعني حتى لو الأداء في وقت من الأوقات ممكن مش زي ما الجامهير عايزة لكن انا بس على الأول حاجة للتلات نقاط والمكسب هو ده هي خطين نايمة في الصدارة صح صح حصلت مع رادس ونجم السحيلة انت مرجعتش مصر كملت في تونس ده ما انت بتتكلم ده متعودين اللعيبة بتاعتنا ديالي على هذا الشكل في حاجة نقطة مهمة جدا برضو كبسيد فعملية التدوير وراحة اللعيبة والكلام ده كل في وقت بحاسم انت بالنسبة لك كجهاز فني وكلعبي زي بولك النهائيات يعني او المراحل النهائي لازم الاقي اللعيبة عندي البور بتاع 100% صح فهي دي يعني النهاردة كنت اتمنى برضو من نقطة المهمة كانت في مباراة حرس الحدود تغييرت وليد ازارو وصلاح محسن كنت اتمنى ان وليد ازارو هو اللي ريح وصلاح محسن هو اللي يستمر النهاردة 15 ديئة برضو ممكن قبلها كان وليد سنمان مريح في المباراة احمد فتحي ريح فابدأ النهاردة لما دور ادخل وانا معاك في اللي انت بتقوله ده مش عشان المنجا بس لانه ده انا موجة نظر كان هو الصح يعني موجة نظر طبعا والراجل ادرى بكل حاجة لكن وليد ازارو جاي من التراجي قبلها كان الاسماعيلي لعلى التسعين ديئة والمصري وبعدين ودي ديجلة وحرس الحدود وبعد كده مباراة مع كمبالا كان ممكن هو اللي يريح انا ما اتفق معاك مش في المنجا بس اشتار انهم يتفيني في حاجة كده نطلع نشوف حاجة خاصة على الكارترون ومشوارهم في افريقيا مع النادي الاهلي وبعدين نكمل كلامنا والدوافع اللي ممكن تخلي الاهلي يتصدر المجموعة يعني عشان يقابل فير مين من الفرق اللي في المجموعات التانية وازاي هقابلهم والقرعة كمان هتبقى امتى بالزبط بعد الفصل اللي جاي او بعد التاريخ اللي جاي الخاص بكارترون ومشوارهم مع الفريق مع بطولة افريقيا بخطا واثقة يمضي الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني لنادي الاهلي في مسيرته المظفرة مع نادي القرن سواء محليا او قريا وبنتائج اكثر من ممتازة كان الاداء في بعض المباريات لم ينل رضا جمهور الاهلي الكبير العاشق للكرة الجميلة والعروض القوية ففي بطولة الدور الممتازة التي يحمل الاهلي لقبها وهي البطولة المفضلة لجماهيره يتصدر الفريق المسابقة برصيد عشر نقاط بعد انخاض اربع مباريات حيث تعادل في اول لقاء مع وصيف الدور الموسم الواضي فريق الاسماعيلي بهدف لكل فريق واحرز هدف الاهلي محمد شريف في الدقائق الاخيرة من المباراة وبعد ذلك نجح ابناء القلعة الحمراء تحت قيادة كارترون في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من المصر البرسعيدي بهدفين نظيفين عن طريق المالي سليف كوليبالي والمغربي وليد ازارو ثم على فريق وادي ديجلا بهدف من دون رد احرزه النجم صاعد صلاح محسن في مباراة استطاع خلالها كارترون من تحويل دفة اللقاء لصالح الاهلي تماما في الشوط الثاني وذلك بعد ان سيطر وادي ديجلا على الشوط الاول وبعد التغييرات الناجحة تمكن المارد الاحمر من تحقيق الفوز وفي اخر مبارياته بالدوري تغلب ابناء القلعة الحمراء على فريق حراس الحدود بهدفين مقابل لا شيء احرزهما صلاح محسن والتونسي الدولي علي معلول من ضربة جزاء وفي دور ابطال افريقيا تولى كارترون المسئولية والفريق في موقف صعب جدا وذلك بعد ان خاض مبارتين في دور المجموعات تعادل في الاولى مع ضيفه تراج التونسي من دون اهداف والخسارة في الثانية امام كامبالا سيتي الاوغندي بهدفين رضيفين لكنه مع كارترون حقق الانتصار في المباريات الثلاث الاخيرة على كل من ضيفه توانشيب بطل بوتسوانة بثلاثة اهداف من دون رد سجلهم وليد ازارو علي معلول هشام محمد ثم كرر الفوز على نفس في بوتسوانة بهدف نظيف احرزه ساليف كوليبالي واخيرا الفوز الرائع على الترجي التونسي في عقر داره وبين جماهيره الكبيرة بهدف من دون رد لوليد ازارو ليتصدر الفريق مجموعته وليحسم التأهلاء لدور الثمانية مع الترجي بعشر نقاط في الدور ومثلها في مجموعته بدور اطال افريقيا حيث يتصدر ابناء القلعة الحمراء البطولتين فكل التوفيق لكارتيرون ولاعب المارد الاحمر في مواصلة انتصاراتهم واسعاد جماهيرهم الكبيرة والتي تضع ثقتها فيهم وتنتظر منهم الكثير اشتركوا في القناة طيب احنا بقلنا سبعة دائق بالزبط كانت شريف عايز تكلم على حاجة خاصة بمؤمن قبل ما اتكلم على ترتيب المجموعة الاولى وبعدين ازاي الاهل يواجه الفرقة ومين ممكن يواجه الاهل لو تصدر المجموعة الشرحة لا بسرعة كده انا كابتر ابراهيم كان استوقفني بكلمة انه ما كانتش بيلاقي نفسه في الفرقة كان بيتمرن جامد وبيحزن وكمان يا مؤمن احزن لنفسك يعني لإسمك لتاريخك للحاجات الجميلة اللي انت عملتها معانا في الناديو والناس انت من الناس اللي هي المفوضة لاتي زي ما قال قسامة بتلملم كمان اللعيب حواليك يعني عندك خبرة وعند كل حاجة فاحنا بنحبك يعني وانا من اللعيبة اللي بحبك بجد يعني فبحث ان انت اخويا الزغير ودائما كنت اكلم كابتن قسامة عليك قادر يقول له ده سرق الفرح ده في اي وقت ممكن جيب لك جولد فارجو انك انت كل حاجة حتيجي اقول لك بالبلد يعني كل حاجة مو من حتيجي بس الوجود في النادي الاهلي هو اكبر واشرف حاجة لنا كلنا او كل اللعيبة اللي هي ممكن تبقى تتاح لها الفرصة انها تبقى موجودة داخل النادي الاهلي طيب كانت ابراهيم ترتيب المجموعة الاول اللي بشارك فيها الاهلي ومتواجد فيها الاهلي الاهلي على الصدارة ب10 نقاط الترجي ب10 نقاط لكن طبعا المواجهات المباشرة لصالح الاهلي كان بلا سيتي 6 نقاط وتونشيب 3 نقاط دي قدامنا على طول الاهلي ان شاء الرحمن اي نتيجة يحقاها الاهلي ويحقاها الترجي نفس النتيجة اللي يحقاها الاهلي ونفس النتيجة اللي يحقاها الترجي الاهلي اول يعني لو الاهلي كسب والترجي كسب الاهلي اول لو الاهلي تعادل والترجي تعادل الاهلي اول لقد ضرر لو الاهلي خسر والترجي خسر الاهلي اول الدوافع اللي عند لعبة الاهلي لازم تبقى عالية جدا انهم يحققوا المكسب على اساس ان احنا اي عدد من الهدف المواجهة المباشرة المواجهة المباشرة الصالحة لها التعادي في برج العرب صف تاني نتيجة تعادل او خسارة لقدر الله والترجي يكسب يبقى هيدو الحالة الوحيدة تخلي الترجي تعالى بقى يا كابتل مراهيم مين ممكن يقابل الأهل في حالة تصدر المجموعة القرعة هتبقى يوم 3 سبتمبر هو لازم الأوائل يقابلوا التواني هاشرح حالة كان فكل مرة التحاد الأفريكي كان الطريق لحد النهائي بيبقى ممهد خلاص انت عارفه أول مع تاني تاني مع أول اللقاء الأول هنا لحد النهائي الموضوع بيبقى واضح جدا التحاد الأفريكي يعني غير موضوع شوية اسوة بالاتحاد الأوروبي يعني عمل قرعة من بدري في الدورة 16 على حسب التصنيف أول أربعة فرق مصنفة وبعد كده قرعة في كل الاتجاه مصنفة برضو تصنيف تاني تصنيف تالي تصنيف رابع زي الاتحاد الأوروبي وبعد كده في دورة 8 بقى هياخدوا أول أربعة من جميع المرشحة لها الأهلي ومزنبي والوداد والنجم الساحل دول بنسبة مثلا يعني 99% هم دول الأربعة الأوائل التواني بقى عندك الترجي وعندك الدفاع الحسني الجديدي وعندك مولدية الجزائر وعندك وفاق الصيف وحد فيهم تاني لأنهم كلهم عندهم خمس نقاط كلهم عندهم خمس نقاط خلي بقى أنت عندك في مزنبي هيلاعب الدفاع الحسني الجديدي ده 11 وده 5 والنهارده المولدية مع الوفاق دي برضو ممكن يبقى فيها برضو محسوبة للدفاع الحسن الجديدي يعني ممكن يون بفي ها كلام لو مزمبي كسب الدفاع نهاردة وفرأة من المريضية الدفاع لو كسب مزمبي هيبقى تمانية لا مش خلاص ولا حاجة هيبص بقى مع الدفاع في الدفاع المقاش طيب اقول لك بيقول لي ان الناس متفاعلة جدا معنا يعني الناس بتتفرج عليكم ما شاء الله يعني في وليه لا وهي قناة الاهلي فالناس بعت على طول بسرعة بتقول للنظام ايه النظام ان انت يوم تلاتة تسعة هتبقى فيه قرعة اول اربعة المرشح ليهم الاهلي ومزنبي والوداد والنجم الساحلي دول اول اربعة ان شاء الله الرحمن كده بنسبة تسعة وتسعين في المنزل هيتعمل قرعة اللي اربعة دول هيقابلوا مين الاهلي هيلاعب تاني من ثلاث تواني في المجموعة التانية والتالتة والربعة والتاني الرابع التاني الرابع ده هيبقى في مجموعته اللي هو الترجي الاهلي لا يمكن يقابل الترجي يبقى الاهلي كده هيعمل القرعة اللي هتقابلوا ان شاء الله الرحمن هيبقى واحد من الدفاع الحسن الجديدي او مولدية الجزائر او وفاة الصف خاصين بالمجموعة التانية لانهم عندهم خمس نقاط واحد من الثلاثة دول ممكن يبقى في قرأة الأهل اللي تقابلوا حرية اللي هو بطل غينيا مع مولدية الجزائر هيقابلوا بعض حرية عندها 8 نقاط وسان داونز عنده 5 نقاط بس القائل الأول كانت عادوا الـ 2-2 يبقى مولدية سان داونز آسف لو كسب حرية 1-0 هيبقى 8 هو نفس رصيد حرية غينيا بس اللقاء المباشر صالح سان داونز يبقى المرشح في المجموعة الثالثة داية يا حرية يا إما سان داونز المجموعة الرابعة فيها بقى النجم الساحالي خلاص حسم الموضوع كأول منتهى الأمر بالنسبة له خلاص انتهى هو أم زمبي والودات كمان والأهل طبعا زي ما أرتكب نسبة 99% معها أول أغسس ودي فرقة كويسة جدا على الفكرة كويسة جدا بتاعت أنجولا كويسة جدا جدا عندها 6 نقاط وكمان زيسكو لو تتذكروا بتاع زمبيا دا عنده 5 نقاط واحد فيهم يبقى إذن الأهلي هيلعب واحدة من الفرق الآتية الدفاع الحسن الجديدي أو حرية أو أول أغسطس ولو صعد بقى مولدية الجزائر أو وفاة سطيف أو سان داونز أو زيسكو يبقى الأهلي شبه كده بيقابل فرق ممكن تبقى فرقة عربية خاصة بالمجموعة الثانية وممكن تبقى فرقة أفريقية بنسبة 100% دا بالنسبة له كابتن شريف أحسن أكيد أفضل للأهلي ومن الدوافع اللي ممكن في الحالة اللي احنا فيها كمان في الحالة اللي احنا فيها دي ما يناسبنا أن احنا نلعب مع مستوى أقل طبعا لبعد عن أي شكل تاني أو حسابات أخرى فبدو ما عندك فرصة برضو أن أنت بتشوف الفرق اللي هي أضعف شوية واحنا كلنا نتفرجنا الحقيقة على الفرق نعم نحن نقسبنا الترجي في الترجي هات ماشاء الله بأداء ونتيجة وعرض كان صراحة ظروف المباراة خارج القرضة خلي ما لكن قبل ما تلعب على ملاعب قبل ما تلعب كان الكابتن مرايح يمكن تلات طويل بعد فرقة في الماتشات ونلعب على أراضي كارثة لما نعرفش الأراضي بتاعة الدفاع الخاصة دي هو باختصار لو قابلك مزنبي يعني ما فيش مشكلة لو قابلك الوداد ما فيش مشكلة لكن لو أنت عندك الاختيارية يعني تودع طريق العالم كبير البرزيل يعني لو هتقول لها تقبلي مثلا يعني بلجيكا ولا اليونان وهي البرزيل هتقول لك يا عم لا أراضي إحنا بنلعب على الأراضي الكويسة إجالية يعني تعادلية مع الفرق اللي قدامنا إحنا بنبرس الخبرة اللي عندنا والعيبة بتاعتنا عندنا الحقيقة الإمكانيات من الميكانيزم والفرديات والجماعية والإسلوب وأنا دايما بعترف إن النادي الآلي في الآخر ثلاث سنين لفات الأطراف هي اللي محددنا شكلنا الجميل ده اللي هي وعرضيات اللي بتتعامل والريسيفينج اللي بياخده أي لعب يخش جوه منطلات الجزاء عندنا فأنا ما بخافش من الفرق الأقل أو الأكبر ما أنا عروح ده ما أنت كبسايد قال إن أنا عروح نقابل عشان ناخد البطولة نحن نقابل الأقو بس ظروفنا اللي احنا فيها نأجل شوية نأجل شوية زروفك تتحسن شوية إصابتك تتلامل بشوية عودة ناس للياقطة البدنية السريمة الإصابات اللي عندك كل يوم بيقع منك إذنين ثلاثة أنا مش فاهمين يقول لك رايح كشف طبي رايح كشف طبي ما دي حاجات هي اللي قال الناس الحقيقة فسألوني يقولوني إنت الآن دي آجة أخبار قلت لهم يناير إن شاء الله إن شاء الله في يناير أنا عنهم أزال فل الصورة أعتقد أن فيه إعدادات للفريق أنا أعسس أنها هتبقى كوة ضريبة بإذن الله تحافظ على بطولة الأفريقيا اللي هي الناس عندها تشبس بذير بطولة السنة دي إن شاء الله لذي يكون ريفنج مع الحكام ريفنج مع نفسها ريفنج مع الدمهير حظر ما كانت جسامة طبعا بتحط صلة كمان بطولة الأفريقيا لما بتكسع بطولة أفريقيا وبتروح كاس عالم أندية طبعا بتتبقى حقا تغنيك عن أي حاجة طبعا يعني بتحطك أنت كلاعب حتى في مكانة مختلفة كل نادي شوف الأجوال اللي بتلعبها في كاس عالم أندية مختلفة كأنك بتلعب كاس عالم مصغر بالضبط من ملاعب ومن نظام وبعد نا بتعمل كتب هذي دور عقل طويل طبعا بس أنا عايز أطمن الجمهور بعد الروتيشن اللي بيتعامل ده إنه لازم يتعامل دلوقتي عشان ندي اللعيبة فرصة كافية من الروحة والاستشفى التجانس هيجي إن شاء الله في الماتشات اللي جاية لما نطلع بس من الزن أطلعت الماتشات إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي قاضي في كل المواقف الصعبة اللي عبت ومتظهرش اللي عندش دائم إن شاء الله الأيام اللي جاية هيحصل التجانس وحنقدي مع النتيجة هيبقى فيه أداء جايد إن شاء الله كان بسامة بيقول نهارده القوام الأساسي بتاع فرصة إحنا السنة دي ما لعبناه ولا مقرر ولا تيم اللعب السنة دي نقدر نقول عليه هو دا التيم ومع كل اللي أنت بتقوله دا 8 لقاءات مع كل الزروف والأحداث والحاجات الصعبة دي 8 لقاءات الأهلي دخل فيه جوه الواحد بس وجاب 15 جوه مع كل دا وفرق كيمة إن جيتا تكسب فرقة على أرضها هناك تفرق معك كتير جدا التركيز إن أنت بتلعب برة هيبقى دي بعد حكاية رادس دي علامة للعيبة خلاص بقى والخريطة المابل اللي احنا هنمشي عليها إن شاء الله لغاية الفاينة اللي بتاعكس كابتشري في نورة المحكمة نورة الملحة إن شاء الله نشوفك على خير كمان حبيبة إزواء كده حبيبة نورتي كابتشري أنا خليك كابتن سيد سعيد تبيك والكابتش شايف وكابتش ريف وكابتش ريف صحبة يميلة ويوم جميل وأنا تمنى لك دايماً التوفيق لكل عمل بتأدي إن شاء الله نورتي كابتشري خليك سيد عشان حبيبي بس كابتشري الله يخليك كابتشري يومنا خلص النهاردة على خير إن شاء الله رحمن بكرة مش هبقى موجود معاك ويوم الثلاث بإذن الله قبل اللقاء بساعتين ولا ساعة ونص يا سمير ساعتين الساعة سبعة بإذن الله تعالى هنكون هنا في ملعب الأهلي وتحضير لمباراة مهمة جداً 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 للأهلي مع كامبالا سيتي كل التوفيق للأهلي بإذن الله أشوفك على خير ليوم الثلاثة الساعة سبعة أصبع على خير اشتركوا في القناة